بيبدأ مسلسلنا مع بطلتنا لما بتكون في الشارع وفجأة بيجزب انتباهها اعلان قدامها متركز فيه وبتعرف ان كل المؤسسات اللي تبع الشركة هوجو استولى عليها مدير جديد اسمه شونو معروف عنه ان هو بارد وقاسي وما عندهش قلبه وما بيرحمش ومستعدة تخلى عن اي حاجة طالما ما بتجيبلوش فلوس اهم حاجة الفلوس عزيز المشاهد فبتقلق البطل وده لان ابوها عنده حلبة مصرعة وتبع للشركة بتاعته فبتروح بطلتنا جاري على الحلبة وبتحكيه له عن اللي سمعته في الاخبار لكن والدها ما بيكونش مهتم قدل انه مركز ما اختاله بيكون عندها مباراة ولازم تفوز بيها لانها الامر الوحيد اصلا للحلبة بتاعتهم اللي معادش بيجي لها بطولات زي الاول وبعد حلبة عادية وقال من العادية كمان وفي نفس الوقت ده بيكون بطلنا في شركته وبيسأل مدير اعماله عن الحلبة ديت فعلا فبيعرفوا ان في مباراة شغالة هناك لكن البطل ما بيهتمش وبيطلوا منه ان هو يخلص حوار العودة علشان يقفلوها وشكله مش نوع على خير فبيحاول مدير اعماله كده يقوله طب بص بص على المكان ميمكن ما تقفلوش ممكن تعجبك وتستسمر فيها وتنجحها زي الاول لكن بطلنا بيرفضوا وبيفضل مدير اعماله يزن عليه لا حتى لما بيكرر يروح علشان يتخلص من الصداع احنا كلنا مديونين لمدير الاعمال لانه هيبني قصة حب دلوقتي عزيز المشاهد فكل العليج دلوقتي اللايك الجميل الاشتراك وده لانك قاعد معايا ومطول وهتشوف عظمة فاستمتع معايا ولما بيوصل بابي لقاها مجرد حالة بعادية وزي ما كان متوقع بالزبط وان حتى البطلة بتاعتها مش مشهورة وبيعرف انها اصلا بقال لفترة ما بتجلهاش جوايز ولا بتدخل منافسات كبيرة وانها يعني بقى زي عدمها علشان كده بيوصل لقرار نهائي وهو ان هو عيقفلها ولما بيخرج فجأة وهو ماشي بتكون في حاجة اتوه على دماغه وفي نفس الوقت ده برضو بتخرج بطلاتنا وبالصدفة بتشوفه وبتجري عليه وبتلحوه في اخر لحظة ولما بيفوق كده وبتحاول تطمن عليه بتقدر انها تتعرف عليه ان هو نفسه شونه المستثمر الكبير اللي ياخد الحلبة منهم فبتحاول تكنوه يغير رأيه وبتفضل تتحايل عليه وبتقوله انا عارفة ان الحلبة ديت اي نعم بقالها فترة ما بتجيبش بطلات لكن كل اللي فيها بيحبوا بعض قوله هما زي العيلة ومحدش هيكون قادر يتخلى عنها بسهولة اترجوك فكر في الموضوع مرة تانية لكن بطلنا ما بيهتمش وبيعرف انه مش عايز يستثمر في اي حاجة ملاش لازمة وزي ما قلتلك عزيز المشاهد اهم حاجة الفلوس الفلوس فبتتعصب بطلتنا من كلامه وبتقوله يا ابني الجهود اللي انت فيه ده يا ابني ايه ما عندكش من الاحمر اللي بيقوله عليه دم ولا ايه انا لسه دلوقتي حلال انقصتك من الموت فلوس ايه اللي انت مهتم بيها اخرطها متر في متر يا غال لكن بطلنا كاريز ما ولا حالة ما انتوا نادي وبيسيبها وبيمشي لكن بتصعب على مدير اعماله علشان كده بيحاول معاه ان هو يغير رأيه لكن بطلنا سابت على موقفه وبيرفد يسمعه وبيعرفهم انهما خلال 3 ايام لازم يخلص كل الاوراق لنقل الملكية علشان يقفلوا لهم المكان وإلا بقى تعتبر نفسك مطرود ومعادتش هتبقى انت كمان مساعد ولما بترجع بطلتنا بيتها وبتتناقش مع اسرتها وهيعملوا ايه علشان يستردوا المكان لكن اخت بطلتنا بتتعصب وبتعرف انها تابت وده لانها دايما اللي لازم تدخل مباريات وده علشان مفيش اصلا ابطال غيرها تدخل الحلبة وبتقولهم انا مش عايش لكم طول العمر ولا هفضل ادخل منافسات على حساب صحيتي وبتطلب من ابوها يقبل التعويض ويتخلى عن الحلبة وخلاص لكن بطلتنا ما بتهتمش بكلامها وبتكرر انها تدور على طريقة ترجحها بيها ونروح بنا البطلنا لما بيكون في الشركة وفجأة بيلاقي الصحافة كلها وقفين قدامه بتوتر كده وما بيكونش عارف يتصرف ازاي لحد لما فجأة بتظهر بطلتنا من العدم وبتاخدوا من ايده بسرع وبتهرب بيه بتنقزوا منهم وبتصدم بطلنا كده هو انت ايه بنتي بتطلعها منين كل شوية بتقول لأ ما اتخدش في بالك انت بس وطم مني عملت ايه في موضوع الحلبة ها مش هتاخدها صح بقول لأ حلبة ايه وموضوع ايه احنا ما نعرفش بعد اصلا وبعدين خلاص الحلبة هتتقافل يعني هتتقافل انا عايز اعرف بقى انت مين وليمه وتميه او كده بالحلبة بتتهرب منه وبتقولها هاكون مين يعني بنتي صاحبها مثلا اكيد لا طبعا انا مجرد معجبة وخايف ان انت تقافلها انت متعرفش الملاكمة دي بالنسبة لأيه لكنه ما بيهتمش وبيسيبها وبيمشي فبتدها بطلتنا لكنها بتكرر انها مش هتستسلم وهاتدور على طرق تانية لحد لما بترجع على البيت كده وبتتصدم لما بتعرف ان ابوها تخلى عن الحلبة خلاص وان البطلة هيقدر يقفلها دلوقتي براحته ولما بتحاول انها تخليه غير رأيه بيرفض وبيقولها كلام مختك صاح الحلبة معادش زي الاول وانا ما عدتش قادر اسرف عليها وبيطلب منها انها تقفل الموضوع ده انه روح بقى البطلنا لما بيعرفه مدير اعماله ان حياته بقت في خطر وانه لازم يعين حارس شخصي ليه وفي نفس الوقت ده عند بطلتنا بيجي لها شيء وفبيعرفهم بها ان بطلنا محتاج حارسة شخصية وان دي افضل فرصة علشان يحاولوا يقربوا منه وبيعرض عليهم ان حد فيهم يتطوع ويشارك لكن كلهم بيرفضوا ولما بتكرر بطلتنا انها تروح بيرفض طبعا وبيعرف ان المهمة دي خطيرة ومش عايز يعرضها للخطر ولكنها بتكرر انها لازم تقوم بالمهمة وانها لازم تنقذ الحلبة من الافلاس في اليوم التاني بتتجمع باصدقائها وبتعرفوا منها قررت تقدم للوظيفة بتطلب منهم ما يعرفوش حد وخصوصا شياه وابوها في اليوم التاني بتروح بطلتنا تقدم فعلا وبيكون كل اللي موجودين رجالة وبتتصدم كده وبيشوفها البطل وبلاق بتعملي ايه يا بنت ايه خريب بيدي شغلان بتقوله هحميك يا باشا ولكن بيقرر ان هم يتردوها على طول اصلا من غير ما يجربوا معا اي اختبار بترفضوا بتعرفوا ان هو كده عنصري ضد المرأة ولازم اشتكيه هفضحك في كل مكان بيقرر انه يديلها فرصة يعني وبيعرفها خلال 3 دقايق لو قدرت انها تهزم كل الرجالة الموجودة ديت فهي مستعدة للوظيفة وقبل 3 دقايق عزيز المشاهد بتكون مكسر عدم وشوهم مسكهم وطحن ردم فوق وتحت بوص مش اقوله فبيضطر البطل ان هو يوظفها وبعدها بياخد بعضه وبيروح عند الدكتور النفسي ابن عرفباء ان بطلنا من شهور بيتعالج مع بنت ولكن هو البنت دي عمرها متقابله وده لانها كانت بتعالجه عن طريق الصوت وبيجي اليوم اللي هم الاتنين بيروحوا نفس المكان علشين يتعالجوا مع بعض ولكن وقت العلاج بتحصل حاجة غريبة وبيحصل ماس كهربائي وبيقوم البطل بسرعة قبل ما تحصل له مشكلة ما بيكونش يفهم اللي حصل وفترقه للبيت كده بيكون ماشي وبيبدأ يحس بقلم في راسه وما بيكونش فاهم ليه وبنعرف ان الصدمة دي تجات لبطلنا بسبب الحدثة اللي حصلت ووفاة أمه وبنعرف ان وقتها ظهرت بنته وديته سوار بيفضل يتضرب كده على الابتسامة ولما المساعد بتاعه بيلاقي بيبتسم لوحده وبيفكروا تجنة ولما بيسأله وانت بتعمل يا باشا بيقوله انا بتضرب ازاي ابتسم يعني بيعرفه ان هو لو فضل زي في الابتسامة كده هيبقى شكله غريبه ومن الاحسن ان هو يسيبها وهي هتيجي الواحدة بإذن الله واكيد يعني هيجي اليوم اللي هتبقى مبسوط فيه من قلبك بس بيضاء بطلنا وبيسيبه وبيمشي فهند بطلتنا بتكون بتلبس لبس رجال الامنة علشان تحمي بطلنا بقى واول لما بيشوفها كده بيقولها يا اي يا بنت ايه اللي انت لابسها ده وليه مش لابسها عادي وانت فاكرة نفسك بتحمي مين يا بنت يا اخري بدي شغل يا جماعة حد ينكزني يا جماعة المهم لو حصل اي حاجة خطيرة دفع عن نفسك وفكك مني يعني فبتقوله بطلتنا خلاص انزل بقى علشان عايزها اغير بس بيرفضوا بيعرفة ان دي عربيته اصلا ومش هينزل فبتقوله براحتك اغير قدامك ولسه بيلاها بجدها تاخد الخطوة وبينزل زي البوبي في السبات عن مبدأ ما عندوش يام مرحميني واول لما بتوصل بطلتنا الشركة بيعرفها المساعدة على الموظفين بيطلب انها تستعرض مهرطة في الكتال قدامهم ولما بترفض بيستفزها وبيضربها بحاجة على دماغها وعند بطلتنا بتمسك المساعد بقى تضربه وبيخرجوا البطل علشان يشوف ايه وبيلاهم كسر عدم الموظفين بقولها يا بنت بتعمل ايه انا جايبك تحميني مش تخريب بيتي بتعرفوا ان هو اللي بدأ ضربنا على دماغي ولم يسأل عن المكان بيطلع نفس المكان اللي حس بي فبتصدم كده بطلنا ولما بيطلب من المساعد بتاعه يضربه علشان عاوز يتأكد من حاجة بيرفض وبيعرفوا النقطة البطلة واخدى جواز كبيرة وبيعرفوا انها تفيدهم في الحلبة المميزة بتاعتهم اللي اسمها حلبة النمر وان قريب قوي هتقدر ترجع زي ما كانت وقتها مفيش داعي يقفلوها ولازم يستثمر فيها فبقتنع بطلنا كده وبيعرفوا انها لازم يعمل فريق قوي وبيبدأوا يجهزوا وعند بطلتنا لما بتخلى الشغل بتكرر تروح تلعب ملاكمة اختها بتكون المنافسة بتاعتها وما بتكونش حاسة باي قلم خالص في نفس الوقت ده عند بطلنا بيكون بيصوت بسبب واجع في جسمه اللي مش عارف اصلا هو بيتقلم بسبب ايه وفجأة بيغمع عليه ولما بتروح بطلتنا كده في اليوم التينة علشان توصله للشغل بتلاقيه منزلش وتخرح لعكس عدته بتقلع عليه وبتكرر تطلع تشوفه ولما بتطلع بتلاقيه مغم عليه فبتتوتر وبتكلم المساعد بتاعه علشان يجي يفوقه بس بيعرفوا ان هو مش هيجي لولبطل مات بس مش اكتر طالما مغم عليه فهو ايه انت بقى براح بتتصدم بطلتنا كده وبتقوله خلاص هعمل له تنافس صناعي واول لما بطلنا بيفوق وبيلاقيها فوش وبيتخد وبيزقها فبتخبط في الترويز بس بطلنا هو اللي بيحس بالوجع ولما بيعرفها اللي حصله وبيطلب منها انها تعالج جروحه وبتلاقيه سليم اصلا وبتقوله جروح يا عم او ملا وشفت الكدمات اللي في ايد هتعمل ايه واول لما بيشوفها بيتصدم لان الكدمات في نفس المكان اللي حس فيه بالوجع اصلا ولما بيسألها ايه سبب الجروح دي بتعرفه ان هو عادي وما بترداش تعرفه انها كانت بتلعب ملاكمة موقتها وده لانها مش عايزة تعرفه ان والدها صاحب حلبة النمبر لكن بطلنا ما بتخلش عليه الكلام وبيفضل يحاولي استدرجها في الكلام وبتقوله ما خبش عليك يعني اخيناك كده على الدي فجأة بتستازن منه بطلتنا وبتروح الحمام وفجأة بيحس بطلنا بالوجع وبيبدأ يصيح لحد لما بتاخده بطلتنا وبتروح بين المستشفى بس بيطلع بخير وما فوش حاجة بتستغرب بطلتنا وبتسأله عن الاراضي اللي حس بيها ولما بتحس انها عارفها بتفهم وبتدله مسكن وعند بطلنا بيقرر انها يحمي بطلتنا لانه تعب وبيفضل يقولي نفسه اجي بتاع علشان تحميني بيت انا اللي احميها وبطلتنا مفكر انها معجب بيها ودل انه بقى مهتم بها فجأة بس بيقولها انا لا معجب بيكي ولا طيق اشوف وشك اصلا بس انا استنتجت اخر فترة ان ان انت لما بيحصل لك اي حاجة انا اللي بتقزق امش فاهم ازاي فلازم احميك انت لان اي وجع بتتعرضيه لانا اللي بحس بيه عارفة لو لقيت خربوش بس واحد فيكي هعمل فيك اهعلقك ولما بترجع بطلتنا على البيت بتلعهم عاملين حفلة لاختها بمناس بتفزها في المسابقة بس بتدقي اخت بطلتنا وبتسيبهم وبتقوم وبتفضل تفكر في الكلام اللي عرضوا عليها مدرب تاني وبنعرف انها فضل يضحك عليها في الكلام وبيقول لها ان الشخص اللي بيدربها ده اصلا مش ابوها وما بيحبهاش لانه رغم انه عارف موهبتك سيبك تتدرب في حلبة مع فينة كده وكمان بيفكر انها بنت متبنى وكمان بيعملها مزي اختها خالص سيب اختك تكمل تعليم اما انت خلاك تتدرب وتنضربي انت كنت تفارد تجارب بتاعته وتدخل مسابقاته للحياة وبتقرر كده انها تقلع السوار اللي مهمتها كانت عامله لها ولما بتدخل بطلتنا لقوضة عليها بتحاول انها تتكلم معاها وبتلاقي السوار ولما بتسألها قلعاته ليه بتعرف انها تاخده وان كده كده والدتها اللي عملته وبتعرف ان ما عادش مهم عندها اصلا وبطلتنا بتاخد السوار عادي وفي اليوم التاني لما بتروح تجري وبتوصل عند نفورة الاحلام بتكون عاوزة تتمنى امنية بس ما بيكونش معها فلوس وبتكرر ترمي السوار اللي معاها وبتتمنى ان اختها تدخل بطولات كتيرة وتفوز وتنجح اكتر في حياتها وفي نفس الوقت بيكون بطلنا في نفس المكان وعندي نفس النفورة وبشوف البطل السوار وبتفاجئ البطل كده وبيلفت انتباهه وبكرة انه ينزل يجيبه ولما بيشوفه بتصدم المساعد بتاعه باللي عمله والاحراج اللي سببهوله وبياخد السوار وبيروح على البيت بيسأله المساعد بتاعه كده لقوة السوار ده يعني بكامع علشان تعمل كل الفضاح اللي انت عملتها فالبطل بيطلع النسخة التانية اللي معامل نفس السوار وبيعرفه ان السوار ده السبب في انه لسه عايش وانه هو تميم تحظه في الحياة ولازم يلاقي صاحب السوار ده وبيعرف مساعده انه هو هيساعده ولازم يلاقي صاحب السوار ده وبيعرفه المساعد انه هو هيدور عليه الحد لما يلاقيه وفي اليوم التاني لما بتكون بطلتنا مع البطل في الشركة وبيعمل جولته بتلاقي صدقة شغال هناك كده وقال لما بتشوفه وبيجي عينه في عينيها بك الدنيا بتنحوه بتقوله وبقولك ايه احنا لازم ننفصل انت معادش فيه ده ان انت تفضل تطردني بيستغرب صدقة ويودال انهم اصلا مش مرتبطين بس بتاخده وبتطلع بره وبتعرفه ان البطل ما يعرفش حقيقتها وانه مش عايزه يعرف انه ابنت المدرب وبتعرفه انه بتقرب من بطلنا علشان تكنه ما يهدش الحلبة وانت لو قلت اي حاجة هنترد احنا اللي اتنين ونفلز فبيعرفها اصلا ان كده كده بطلنا غير رأيه في موضوع الحلبة ويقرر اده فرصة تانية وبتفرح بطلتنا لما بتسمع الخبر وبتعرفه انه برضو ما يعرفوش حاجة ويجريها بس ويمثل انهما كانوا مرتبطين وخلاص وينفصلوا وعند بطلتنا بتكلمها اختيها وبتعرف انها عوزة السوار وانها ندمت انها ضيعته فبتكرر بطلتنا انها تروح تدور عليه وعند بطلنا بيجهز وبيكون رايح ما مدير اعماله يدور على البنت ساحبة السوار وضامره بيقنبه كده لانه عمل تصرف قناني وخد حاجة مش بتاحته وممكن تكون صاحبته بتدور عليه فبكرر انه يرميه في نفس الوقت وبتكون بطلتنا بتدور على السوار وبتتمنى كده انها تلاقيه لحد لما بيظهر قدامها وبتشوفه بتفرح خالص لان امنيتها تحققت في نفس الوقت ده بتروح اخت بطلتنا لصديقها المفضل وبتعرفه انها عاوزة تسيب الحلبة وتتدرب في مكان تاني احسن بيطلب انها ما تعملش كده ولانها لازم تفكر كويس وتاخد رأي اهلها قبل ما تعمل اي حاجة فبتهزه وبتعرفه ان انا بنت متبنى وان دول مش عالتي بيتعصب عليها وبيعرفه ان هما بيحبوها وان هما اصلا ما اعتبرينك بنتهم وبينسحها ما تخليش الافكار دي تسيطر على تفكيرها فبتقولها واحنا ايه علاقتنا مع بعض بيعرف ان احنا الاتنين اصدقاء مقربين وبتسأله كده انها لو ثابت الحلبة دي تعيغير في علاقتهم حاجة ما بيردش عليها وبيبانع لانهم اضايق ولما بترجع البنت دي تبنعرف ان اسمها شوان بيطلب منها والدة انها تغير علشان تتضرب بس بتتعصب عليه وبتقوله انها مش هتتضرب معها تاني وهتسيب له المكان لانه رغم انه عارف انها شطرة واحسن من كل اللي موجودين هنا مصمم تخليني في الحلبة دي ات ومش عاوز تحترف بي بس بيعرف انها لو لعبت اصده دلوقتي وخسرته هيسيبها تعمل اللي هي عاوزها وبتوافق فعلا وبيلعبه بس بيكسبها بسهولة ما بتقدرش تقف اصده ولو لحظة وبتتعصب كده وبتسيب الحلبة وبتمشي وبتكون بطلتنا شافت اللي حصل وبتروح تتكلم معاها وبتعرفها بطلتنا انها عارف اللي عملته علشان خطر الحلبة ديات ما تتقفلش وان انت استحملت الكتير علشان انا مقدر كل اللي بتعمليه وبتعرف ان هم ما يدعموها في اي قرار هتاخدوا دل انهم عاليتها حتى لو انت مش شايفة كده وبتدي لها السور اللي عملته والدتها وبتعرف ان هو اغلى هدية من والدتهم وهتفضلي اختي على طول مهما حصل بتتأثر شوائن كده بكلام بطلتنا لانها كانت عاوزة تسيبهم وعند الخنزير دونج بيكون عامل اجتماع سري علشان يقلب كل المستثمرين على بطلنا ويخليهم يوقفوا استثماره بس البطل بيعرف ان هم عاملين اجتماع ويقرر يروح وبيقدر ان هو يغير مصاري الاحداث وبيعرفوا ان هم لو مشوا ورا دونج هيغرقهم وهو تنسوا ان انا اللي انقصت الشركة من الانهيار وبيقلب كل المستثمرين على دونج وكمان بيكنحهم ان هم يطردوه وفعلا بيمسك هو مكانه وبنرجع في العشباك وبنعرف ان ابو بطلنا كان واخد كارد من عيلة دونج وفادل يهدده كتير ان هو يرجع الكارد ولما المودة عدت دمر شركة والده وخليها يفلس خالص وبنرجع للحاضر وبنعرف ان بطلنا يقدر ان هو يبنيها من جديد ويخليها تقف على رجلها تاني وانه عمل كده ده علشان يعود خسارة والده وروح بقى البطلتنا اللي بتحس بشعور غريب وما بتبقاش فهم الاحساس ده جالها امتى او ازاي ولما بترجع بطلتنا على البيت بتعرف ان شوان قررت تسيب البيت والحالة بقى وتروح لمدرب تاني علشان تحترف وبتلاحز ان ابوها متضايق كده وبتحاول انها توسيق فبيعرف انها عملت الصحة واخترت نفسها وطالما كده قررت الاحتراف فانا مبسوط ليها وفي اليوم التاني لما بتروح بطلتنا الشركة بتعرف ان بطلنا بقى المدير الاساسي وانها قرر يفصل عدد كبير من الموظفين ما لهمش لازمة ولما بترجع المدير انها ما يفصلش حده وبيعرف ان عندهم ولاد ولازم يصرف عليهم بيعرف ان هما مش هيفدوه وان معاها تلت دقيقة يشرح له وتشرح لي فيهم ليه ما رفيتش اي حد فبيتعصب عليه المدير وبيكونها اضربه بس بياخدوا كده المساعد بتاعه قبل ما يحصل اي حاجة وعند بطلتنا بتروح تتخنق معاها وبتقول له ايه ما فيش من الاحمر في دمك بيقولك عندهم عيال حسة على دمك يا اخي بيرد عليها ببرد كده وبيعرف ان معاها تلت دقيقة تدينه بس سبب مكنة والله العظيم مش هرفدهم بس يديني سبب يعني بتتعصى وبتقول له ايه 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 كل حاجة تلت دقيقة تلت دقيقة طب مش اي لا يا سيد وبتسيبه وبتمشي وبيروح وراها مساعد البطل وبيبرلها حقيقة ان بطلنا بتصرف كده ازاي وبيعرف ان هو كان زمان كان مع والده وكانوا بيتكلموا لحد لما فجأة العربية عملت حدثة وبهيتين في لحظة فبتتأثر بطلتنا وبتعيط وبتعرف ليه بطلنا بتصرفوا قلبه قاسي بيطلم منها المساعد ما تعرفش حد وعند بطلنا لما بيكون بيتكلم مع المساعد بيحكي له احساسه اتجاه البطلة واهتمامه الزيادة بيها فبيقوله شكلك معجب يا غالي بس بينكروا بيعرفوا ان في حاجة بتربطهم ببعض وازاي يعني اي قزة بتعرض ليه هي بتحسي بيه والعكس برضو كمان بيقوله ايه ده انت شكلك اتهبلت كده فبيقوله انت مش مصدقني وبيحكي له كل المواقف اللي اتعرض لها فبيقوله اه ده كاملت باو بيقرر يهضل الدكتور النفسي علشان يشوف الحالة دي ولوليها مسمى علم عنده وله هو تجن ولما بيروح للدكتور بيعرفوا ان ده مجرد هلواس وان هو بيعمل كده لان هما قريبين من بعض او لما بتبعد عنه هيرجع كويس تاني فبيقرر كده ان هو يترضى لكن المساعد بتاعه بيعرفوا ان ده تصرف غلط انت تحطه اسبوع تحت المرأب يمكن تكون فعلا هلاوس او لعنة يعني عليك بس لازم تتأكد الاول فبيقتنع بطلنا وعنده مساعد بطلنا بقى بيكون قاعد على الموبايل وبيلاقي حساب بينشر معلومات وحشة عن البطل ومطلع ان هو شخص سيء وبينشر معلومات عن حياته وبيحس كده ان هو حد قريب منه وبيروح وبيعرف البطل بيقوله انا مش مهتم اخلي فريق الميديا يتصرف وعند بطلتنا بتروح لصدقها الشياء وتتكلم معايا بيعرف انها لازم تبعد عن البطل وده لانه شخص سيء وبارد المشاعر وممكن يأزيها بس بتعرفه انها مش هينفع تستسلم وتبعد دلوقتي وخصوصا بعد ما شوان مشت يا كمان وانا دلوقتي اخر امل لوالدي وبيفضل شاو يتكلم معايا لما احلاك كده ان هو بيحبها بس علشان بطلتنا زكية مش بتفهم حاجة وعند بطلنا لما بيعرف ان شوان مشت وثبت الحلبة بيقرر يروح بنفسه ويعرف ابو البطل ان هو لازم يمشي هو كل اللي معاه لانه قرر يهدم الحلبة خلاص بس بيترجاه كده بس ان هو يدي له فرصة اخيرة والحد بس ان هيئة ابطال العالم وهدر اوصل بنت فيهم للبطولة وهكسب بس بيعرف ان هو مش عاوز كلام لان ده عاوز فعل وعند بطلتنا بيتصلوا بها من الحلبة وبيعرفوا ان المدرب اغمى عليه واخدوا المستشفى ولما بتروح هناك بتعرف ان بطلنا جاء الحلبة وقرر يقفلها وبتعرفها صدقتها كده ان ما فيش داعي بقى تفضل شغالة معاه بس بتقولهم انا مش هستسلم وهافضل احاوله في اليوم التاني لما بتكون البطل رايح الشغل مع البطل بتعرف ان العمال اللي مشياهم عاملين احتجاك وحالفين لو شافوا البطل هيعلقوا وبتقرر بطلتنا تاخدوا من طريق تاني ولما بتوصل بتلاهم عرفوا المكان ولسه هتهرب بيقرر بطلنا الجامد ان هو ما يهربش ويواجههم وبيتكلم معهم بالعقل وبيكنحهم ان هم يستقيلوا وهيدهم تعويد ولسه هيكمل كلامه وباليوم كلهم هيهجموا عليه وهيدربوه بس بيجي انا الشياء والصديق البطل وبيساعدهم وبيقدر ان هو يهربهم او لما بيشوفوا بطلنا بلوعهم ومش ده الاكس بتاعك اللي انت لسه ضربه من يومين ومنفصل عنه هو بيساعدك ليه وبيتسدمش ياه وما بيكونش عارف يقول ايه فبتترجى ان هو يجريه بس كده وما يعوكش الدنيا وضع لعد عقله ويعم معيل زغير فبيكررش ياه فعلا ان هو يمشي على قد عقله ونفس الوقت بتسأله بطلتنا ليه بيدفع عنها قدامش ياه فبيعرف انهم مش عاوزها تتازق وان هو دايما هيحميها لما بتروح بطلتنا تحكي الاصدقاء باللي حصل معا في الشركة وبتسألهم لو فعلا موجب بيها بيقولولا دبان او يا بنتي ده واقع في حب كلها يومين اصلا وهتتجوزه وبتفضل بطلتنا تتخيل وبتسرح كان لازم تقوله يعني هتتجوزه لحد لما بيفوقها صحابها علشان تلعب معهم الملاكمة ولما بتلعب وبيكونوا بيعجنوا فيها وما بتكونش حاسة بالضرب عند بطلنا الله يكون في عونه بيحس بوجع وبيعمل تصرفات غريبة والناس عمالها بتتفرج عليه وعند بطلتنا بيستغرب صحابها ازاي بعد كل الضرب ده ما حستش بحاجة بيعملوا جولة تانية وبيعجنوا فيها برضو والبطل هو اللي عمال يتقلق البطل بيقول اكيد هي بتتضرب وبيكون خايف لا تكون في مشكلة بس بيعرف انها موجودة في الحلبة وبيروح بسرعة وبيشوف صحابها وبيوقفهم بيعرفهم ان محدش يقرب منها وان هو هيخدها تعيش معها علشان يخلي بالو منها خلاص كفاية ما محدش حاسس بالوجع اللي انا حاسس بي فبيستغرب الكل وده لان المفروض هي اللي تحميه واو لما بتروح معلي البيت بتسأله هو انت يا جبتين هنا ليه بيعرف انها هاتبت معا النهاردة علشان يتأكد من حمايتها بنفسه بتقول لنا عارف ان جميلة او امورة ومدوخة كل الشباب بس انت تسرعت انا عمري محد حابيني من يومين بس كلهم بيحبوني في اليوم التلتة الصراحة وبعدين كله إلنا الشرف كمان انا ما بعرفش نم برا بي فانت جايبني وتخلينا نم على سريرك كمان بيقول لها سرير مين انت هتنام على الارض فالتدقى وبتقول له لا يا غالي طب اروح نم في بيت احسن بقى هو قول لما بيروح في النوم بتجاهز نفسها علشان تهرب منه لكنه بيصحى وبتشوفها بيقول لها رايحة فين بتقول له اصلا انا عايز اشرب فوانا ليه نم هنا اصلا وانا عند بيت يعني فبيعرفها بطنة ان هو خايف يسيبها تروح تلعب ملاكمة تاني ويفضل ينضرب طول الليل هو وبيخليها تفضل هنا طول الليل وبيروتها علشان ما تهربش وبتفضل تزهق فيها علشان يمشيها لكنه بيستحمل قرافها وفي اليوم التاني لما بيصحى وبيلاها جنبه بتخد كده وبيزقها بيقول لها انت بتعمل ايه بس الازاز راح يقع وقبل ما تتعور بانكزها بطنة سبحانه وبتعور هو وبتفضل بطلتنا طاعت ولما بيسألها بيقولها في ايه بتقوله ايه ده انت بتحبنا او كده اعترف يا ام بمشاعرك انا مش اكسر بخطرك وممكن افكر بس بطنة بيعرفها ولا بيحبها ولا طهيقها وانه بيعمل كده لان اي قذب تتعرض له هو اللي بيتواجع علشان كده جن برح وخدها من وسط المدعاكة بتقوله اقول تيلي يعني مش هتعترف برضو براحتك يا عم انا عارفة انك كده كده بتموت فيها وبتسيبه وتمشي بس بطنة بيقرر يروح وراه وبيفضر يرقبها لانه عارف انها كده كده تعمل مصاب جديدة وبتسهل بالمساعد بتاعه بيعرفه ان هو يروح يجيب حاجة البطلة من بيت اهلاء لانها تعيش معه خلاص بس برضو بترفض فبيعرف انها لو ما فقتش يتستقيل بقى وخلاص امرنا لله فبتحذره يسكت اما هتضربه وتكسر عدمه بلها يلا اضربيه نفسي كده يلا اضربيني وانت هتشوف بتقوله انت مجنون بقى ولا ايه مع فوقك من شغل الاستهبال بقى يعني اضربك على نفسي بضرب نفسي انا بستقيل يا عم وعند بطلتنا لما بتروح تحكي الاصدقاء بيقولول اكيد يا حب يا بنتي ده بيموت فيك استغلي الموقف بقى وخليه يرجع الحلبة تاني بس يبترفض وبتعرفهم انه عمره ما تروح تقش مع النارجيسي ده ولا عاوزة تشوفه تاني ولما بترجع تشوفهم تاني بتلقهم بيتعابوا كده قوي علشان الحلبة ترجع تتشهر بنفس الوقت ده بيكون بطلنا بيرائبة لانه خايف على نفسه بس بينبه المساعد انه اصلا مشغول بالبطلة في الوقت اللي المفروض يركز فيها على الشغل وبيعرفون ان فيه شخص بيهاجمك وبينزل مقالات وحشة عنك فما بيهتمش وبيقوله طيب حلان تب انا هروح يشوفها يا راحت فين فبيتصدم كده بقولها يا عمل لك عمل يا ابنى استغفر الله عرفني علشان لو كده نروح نفك ويعني نروح لبطلتنا وهي مع صحابها لما بيجينا اتصال من بطلنا بس بتعرفوا منها مش هترد عليه وانها هتعلموا الادب كمان ولو طلب منها حاجة هتقوله لأ وهتطلع الشخصية ردوة شيربينة عليه بس اول ما بيقولها تعالي المكتب بتروح له جاري كل لما يقولها تعملي حاجة تقوله حاضر منا ياني انت توقم بيستعرب كده اللي هو من امتى حاضر والشغل ده فبتعرفوا انها فكرت وقررت بقى الحريصة الشخصية بتاعته على طول فقررت كده انها تستحمله وانت عارف الاستحمال ما عنداش يوم مرحمين بقوله انا مش مرتاح لك انا شكك فيك انت نوي على ايه بتقوله انا مش عاوزك تباوز الحلبة بس ويا سيدة لو عايز نعيش معاك مش هنام على الارض بس هنام على سري فبسألة لو بتعمل كل ده علشان الحلبة بتقوله ان فيها اصدقاء وهي مش عاوزة تخليه مزعله فبيوافق وبيكرر انه ويسيب الحلبة فعلا ويتخلى عنها وده مقابل انها تفضل قدامه على طول وبتوافق وبتوقع معها على العقود ولما بترجع وبتحكي كده الاصدقاء اللي حصل بيكرروا يساعدوه علشان تعيش مع بطلنا من غير ما بها يعرف وبيروح يتكلموا مع والدها وبيقولولوا بقى شغل بطلتنا بعيد وما فيش مواصلات والشتة داخل يا حاج لو يردك انها تتخطف فالكلام ده مردناشحن وبيكترح هو بنفس ونها تسكن وفعلا بطلتنا بتجاهز نفسها وشانطتها وبيجي سواء بطلنا وبياخدها وبتستعدها علشان تكمل حياتها في بيت البطل ومن هنا الدنيا تبقى ضمار ولما بياخدها على البيت بتتصدم قد هوا كبير وفخم كده وما بتصدقش انها تعيش في بيت زي ده فبطلنا بيفضل يقولها على قواعد وقوانين البيت اللي هتمشي عليها في اليوم التاني لما بيصحى بطلنا بيه لها عامل افطار بيزعلها وبيقولها انا مش جايبك خدامة انا عاوزك تحافظ على نفسك افردت لساعة دلوقت احس انا بالقلم بتتعصب وبتعرفه انها بتعرف تطبخ كويس ده لان بعد ما ممتها ماتت فضلت تهتمي وابوها وبتتدايق وبتسيبه وبتمشي بشم بطلنا راحة الاكل وبيدوه وبتصدم بطعمه وبياكله كله ولما بترجع بطلتنا وبتشوفه بتعرف نوع طيب بس بيكابر يعني وبتسيبه ويستمتع بالوجبة بتحت وبتلعب بوكسو ولما بيسمع صوتها بطلنا كده بيتدايق وبيقول ايه الارف ده ولما بيروح يشوفها بتعمل ايه وهو نازل بيوع عليها كده فده رد فعل البطل بتقوم درباف وشه ولشان تقول تصالحوا يعني عن اللي عملته بتقوله بقولك ايه اعمل لك وجبة بص من ايدي اللي تاكلها ولما بيشوف الوجبة بيحس بشعور غريب وما بيرضاش ياكل وبيروح الاوضة وبيبني ان الاكلة دي كانت بتعملها لو والدته وبيبني انهم اتأثروا عند بطلتنا لما بتكون بتاكل بيجي لها شعر حزن بتفضل هي اتعايت كده من غير ما تعرف السبب وفي اليوم التاني لما بيروح بطلنا الشغل بيلايه الموظفين جايبين كيك وبيحتفلوا بعيد ميلاده لكنه بتعصبوا بيسيبهم وبيمشي فبتفكر بطلتنا انهم مغروروا وبتكبر على موظفينه وبتكرر تحل الموضوع علشان ما تزعلهمش وبتاخد الكيكة وبتعرفهم انها تدهالو ولما بتاخدها وبتدخل على بطلنا بيتعصبه او لما بيشوفها بيروح مساعد البطل ياخدها منها بتحس بطلتنا بشعور غريب وغضب وحزن وده شعور اللي البطل بيحس بيه اصلا ولما بتسأل بطلنا لو حس انه غضبان وحزين بيقولها اكيد ايهم اجقولي كميلي بس التريع عليه اكتر وبيهزقها كده وبيسيب لها المكتب وبيمشي وما بتكونش بطلتنا فهمها يعاملت ايه اصلا لكل ده ولما بتخرج بيعرفها المساعد ان النهاردة ذكر وفاة والدتو وانهم ما بيحتفلش خالص بعيد ميلاده فبتدايق البطل وبتفهم انها اللي عملت غلط وعند بطلنا لما بيروح يزير قبر والدتو بيعرف ان من وقت وفاتها ومش بيحس باي مشاعر ولا حتى عارف يعبر عن افكاره وكل الناس بيفكروا بارد المشاعر ومعندوش دم وفاجأة بيلاقي بطلتنا داخل عليه ولما بيسأله عارفت مكان ازاي ما بتردش بتقوله ان هو مش بارد ولا حاجة وان هو دلوقتي حاسس بحزن وإحباط واشتياء لوالدتو وتعرف انها حاسة بنفس المشاعر اللي هو حاسس بيها في الوقتي ده بيروحش يوه لبطلتنا ومعرفش انها سابت البيت اصلا وسكنة عند البطل وبيطلع الوالد كده وبيقوله هو انت كمان ما بتسكنش ليه قريب من الشركة يا ابني زي ما عملت ديبنتي كده اتعلم منه بيستقرب كده وبيكون لسه يعوك الدنيا بتجي صديقة بطلتنا وبتحل الموضوع وبتعرفه بالحقيقة وان بطلتنا لازم يسكت كده علشان يسطر عليها وانها سكنة عند بطلنا علشان ما يهدش الحلبة يعني فبيعرفوا ان فيه خطر عليها بتعرفوا ان البطل اصلا واع في حبها يا ابني ده هو اللي عايز يخليها تعيش معاه فبيحس بالغيرة وعند ابطلنا بيروحوا مطعم يكلوا وبيتكلموا ومن كلامهم بيكتشفوا انهم المرضى اللي بيحاولوا يساعدوا بعض اصلا وانها البنت اللي كانت بتحس بمشاعر الناس وهو اللي ما كانش بيحس باي مشاعر بيستقرب كده ازاي مشاعره متبدلت وفجأة بيطعب بطلنا فبتروح ببطلتنا الصيدلية تجيب له دواء لكنها بتتأخر فبيكرر بطلنا يروح يشوفها بس فجأة بتحس بابضة في قلبها وإحساس غريب وكأن بطلنا في خطر فبتتعقب موقع البطل فعلا وبتروح علشان تراه فيه شخص بيدربه بسها بتنقذه وبتودي المستشفى ولما بتروح هناك بتقرر بطلتنا تشوف لو كلام البطل صح ولو فعلا اتعرضت للأزا وهو اللي يحس ولا لأ فبتدرب نفسها بالألم وفاجأة بتلاقي ان بطلنا هو اللي بيتقلم بتتأكد ان هو ما بيكذبش عليها وبتكرر تصدقه وبيكرر اول لما يرجعوا البيت يدوروا على حل ان هما يفكوا اللعنة اللي عليهم دول ولما بيستعلى بقى لو عندها اي حلول علشان يعملها بتقولوا طبعا ده نهابهرأ بتكتير عليه ان هما يخبطوا رأسهم في بعض زي اول مرة كده يمكن يرجعوا بس بتفشل خططة فبتقولوا بس احنا لازم نتكهرب يلا يا زعي وقتها للكهارابة هتبهدلنا وارواحنا هترجع تاني بقول انت انت مجنونة اقول لي ايه بقولك ايه نعاوزك تسكوتي انت وافكارك السودا ديت اللي هتوديني في دهيا او لما بيشوفهم المساعد وهم مع بعضه قريبين خالص بيفكر ان في بينهم حاجة وان هما ارتبطوا وعند شوين بيروح لها كده ببطلتنا بعد ما بيعرف ان هما بيستغلوها في الحلبة الجديدة بيطلب منها انها ترجعتني للحلبة وبيعرف ان هما بيستغلوها فبتقولوا طيب ما انت كنت بتستغليني برضو وعلشان الحلبة بتاعتك وبتعرفوا انها مش هترجع معاها وبتقولوا انا مش بنتك وانت متبنيني ما تنساش ده يا غالي وانا مش هرجع ولا هاكل للأكل اللي كنت بتدهولي كان اكلك وحش على فكرة يعني بالمناسبة انا مرتاحة هنا فبداق كده وعند بطلنا بيقدر يعرف ان الشياء هو السبب في المقالات اللي كانت بتنزل عنه نروح لبطلتنا اللي الشياء وبيتصل بيها وبيطلب ان هو يقابلها فبينقبض قلبها كده بس بتكرر تروح لما بتروح لبيسألها وليه معرفتوش انها بتشتغل حريصة شخصية للبطل بلها ان ما جاش فرصة وكمان بتعمل كل ده علشان الحلبة بتاعتهم بيتعصب عليها وبيقرب منها وبيحضنها وفي الوقت ده بيشوفهم البطل وبيفكر شياء وبيضيقها ولا حاجة وبيروح له بيعرف ان هو عاوز في مكتبه وفعلا شياء وبيروح يتكلم معاه وبسأله البطل كده هو انت ليه بتكتب مقالات انا سايبك بمزاجي وعاوز اشوف اخرك ايه وبعدها بيروح لبطلتنا وبيقول لها انا عاوزك تبعيد عن شياء وخالص بتقول له انت بتغير عليها كمان اي خراب على الحب بتاعك لا سيت بزمتك دي خلقة غير عليها بتقوله الصراحة واضح فعلا ان انت مش غيران ده انت هتموت هوت ولما بيرجعوا البيت بتكرر بطلتنا تنفس فكرة الكهرباء تاني بتطهل على بطلتنا وهو نايم وبتكون نايم هاتكهربوا ولكن بيفوق في الوقت المناسب كده بيقول لها بتعملي ايه مجنونة ولا هاتكهربك عشان نرجع لطبيعتنا فبتأكد انها عبيطة وشكلها نوية على عشر دي ولا ايه يا بينت انا اللي هتواجع في الاخر واحتمال اموت كمان ربنا يهديك بس نامي بس نامي وفي اليوم التاني لما بيروح للشغل بتكون بطلتنا عوزة تساعد الموظفين لكن بطلتنا بيقولها لا اعودي ومتعملش اي حاجة فبتتدائل انه بيتحكم فيها زيادة بس ما بتكونش عارفة تعمل اي حاجة علشان العقد ولما بيروحوا كده وبتكون مدائة بيراضيها البطل وبيقولها انه مش عاوزة تفكر في حلول تاني وهو كده كده مرتاح وهي ست كده كده بخلي بالي منك اهوة وعلى المشاعر فمش عايزة هيبطعيك الانسان في نفس الوقت بيوصل لمساعد البطل وبيدي لها هدية ولما بتسأله من مين بيعرف انها من البطل ولما بتفتحها بتلاقي فيها كتب لعلم النفس علشان تفيدها يعني وتبطل الهبل اللي كانت بتعمله فبتفرح خالص وفي اليوم التاني لما بتروح الشغل بتلاقي ان البطل قدل كل البنات خمس تيام اجازق فبتعرف ان هو طيب وقلبه بيض خالص وبتكرر تروح تشكره وفي طريق بطلتنا للبيت بيجي لها رسالة من شاو بيعرفها ان شوان اغمى عليها وهو مشغول ومش يعرف يشوفها فبتروح لها بسرعة كده علشان تطمن واول لما بتشوفها بتعتذر منها انها كانت مشغولة عنها الفترة اللي فاتت ده لانها كانت بتقنع البطل ان هو ما يهدش الحلبة وبتعرف انها مش هتتهد الحمد لله بتتعصب عليها شوان وبتعرف انها مش مهتمة كده كده وانها مش اختاة وانها متبنة وبتتضايق اكتر وبتعرفها كمان انها بتحب الشاو وبعت كنتلية لانه هو مش مهتم بيا وده سبب يخلينا اكرهكم اكتر ولما بترجع بطلتنا البيت بتكون متضايقة وبتفضل تعايد بسبب الاسلوب اللي شافته من اختها وهو لما بتصحى من انهم بتقرر تجري علشان تنسى اللي حصل فبيقرر بطلنا يروح معها علشان يحميها بس وهي بتجري بيتليهوا كعب رجليها وطبعا بطلنا اللي بيحس بالوجع بس علشان هو جنتل مان بيقرر يشيلها على ظهره وبيروح ياكله كده في مطعم وبتفضل بطلتنا تهتم بتديله الاكل اللي بيحبه وفجأة بتحس بشعور سعادة ولما بتسأله ليه حس بسعادة بيتحرك بطلنا كده وبتهرب من الموضوع وعند بطلنا بيكون هيروح اجتماع سري مع شخصية مهمة اسمها هيو فعلشان كده بيكتف ان هو ياخد المساعد بتاعه معاه لكن بطلتنا بتأذي نفسها علشان ياخدها معاها هي دي اللي قادر على التحدي وبنعرف عزيز المشاهد انها عملت كده لانها بتكون عاوزة تسمع الكلام وهتنقله لشخص كان بياتها اصلا تتجسس ويتبلغوا بالاخبار اه منك انتي في نفس الوقت ده بيروح شياء ولخت البطلة وبيفضل اهتم بيها فبتفرح كده لانه اخيرا اهتم وحس على مشاعره بينما بطلنا بيكون بيتكلم معاه وبيكون عاوز يشتري منه رواية وبيعرفوا ان هو يتفعل اكتر من اللي دونجا يتفعه له بس بيرفضوا بيعرفوا ان هو شخص بارد ومعندوش مشاعر وحتى لما دخل مفكرش يسلم عليه فانا شاكلي مش نوع اشتغل معاك وفي نفس الوقت بطلتنا بتحس باحساس حزن وغضب نرجع للبطل اللي بيرد عليه ببرود وبيعرفوا اه انا ما عنديش مشاعر بس عندي فلوس واقدر اتفعلك اي فلوس انت عاوزها او كاش كمان الله عليك يا مان او بيسيبوا وبيمشوا لما بيخرج بطلنا كده بيتسألوا بطلتنا لو حصل معا مشكلة ولما بيسألها مهتمية ليه بيتعرفوا انها بس كنت عاوزها تتطمن ان شركته كويسة بيلاها مفيش حاجة يا ستي وبيديلها جواب يفدها يعني وبيقرر بطلنا يخلي الموضوع سر وبيعرف انها ما ينفعش تعمل اي حاجة ولا تقول اي حاجة ولا تفهم اي حاجة وعند بطلنا لما بيكون بيتكلم مع المساعد بتوق بيعرفوا انه ما ممكن يجيبوا معلومات سرية عنها ووقتها نقدر نستغلها ضده ونساومو بيها في الوقت ده بتكون بطلتنا بتسجل الكلام كله بتبعته لهوانج اللي بيكون هو نفسه اللي مشغلها وبيتكرر يستخدم فكرة بطلنا ويوصل للمعلومات قبله ويساومو بيها علشان يبقى له الرواية في نفس الوقت بتحس البطلة بالزنبل انها بتكون بعد بطلنا وهو ما عملش حاجة بس ما بيكونش قدام حالة اعمله فبيحول بطلنا يواسيها وبيفوقها من اللي هي فيه وفعلا المودها بيتغير وعلشان بطلتنا طيبة بتكرر انها تعوضه بانها تكون لطيفة معاه وتستحمله وكمان بتجيب له ورد هدية ولما بترجع بطلتنا وهتأتني بالوارد بيقفها بيقول انها هدية وحشة ومش هتفضل في البيت وبيكونها يرميها ولما بتحولت منها وما بتعرفش فبتكرر تستخدم سلاحة زغزغة علشان يسكت وبيفضل بطلنا يضحك كده والاول مرة بتشوف بطلتنا بتسمته بس ما بتهتمش وبتاخد زرعتها وبتدخل لقضتها وبيجي لها اتصال وبتطلع ترد ولما بترجع بيسأله البطل كانت فين بس ما بتعرفوش حاجة وبتسأله هيعمل ايه بقى مع هاو وبتحاول تستدرجه في الكلام ولكن بطلنا بيكون ناصح ومش بيعرف اي حاجة وعند بطلتنا بقى بتفتكر كلام دونج وان هو قال له ان هو اللي منع هدم الحالة بقى فانت لازم تساعديني وقال له خلات تهدم تاني وده السبب اللي خلت تتجسس على البطل وبيضغط عليها بكده وبيجي لبطلتنا احساس النادى وده لانها بتخون البطل وعنده اخت البطل بقى بيروح لها حبيبها شياو كده وبيعرف ان هو عنده حل علشان يخلي الحالبة متتدامش وبيعرف ان اسمعت كده ان البطل بيكره العنف علشان كده لازم نبينه ان الملاكمة لعبة جميلة ووقتها يقرر ان هو مش هيهدم الحالبة في اليوم التاني لما بيشوف شياو بطلتنا بيعرفها بخطته وبيطلب منها تصمد شوية وقتها انكزها من البطل ولما بتسأله بيعمل كده ليه بيعرف ان هو بيحب الفريق ومش عاوزه يتفكك نروح للبطل اللي بيكون جمع معلومات عن هاو وقرر ان هو يستغلها وبتكون البطل بتتسنت عليه وبتعرف كل المعلومات وبتقولها لدونج وبيكرر ان هو يستغلها وبيعرف هاو بيحب ايه وبيكره ايه علشان يعرف ياخد السقة منه ان الصفقة راحت منه واول لما بتسمع بطلتنا الكلام وقشها بيجيب الوان وبتتوتر صحيح الستات ملهاش امان ولما بيروح بطلنا بقى مع مدير اعماله وبيفضل يفكره ويا طرى مين اللي سرب المعلومات بيشك مدير اعماله في البطلة وده لانها الوحيدة اللي كانت معهم طول الوقت وعند بطلتنا بيبعت لها دونجر سلب يشكرها فيها ده لانها ساعدته وبيطلب منها حسابها البنكي علشان يبعت لها فلوس كتير لانها خلصت الصفقة بسهولة بس بترفضه وبتعرفه انها كنت عاوزة تنقذ الحلبة نروح لمساعد البطل لما بيروح لبطلتنا وبيبقى بيلمحلها كده انها شاكك فيها بس ها بتتوتر وبتقوله انت تشك فيه انا يا جدا عيب يا جدا بلا لا انا بهزر معاك البطل بقى كان وصق اصلا فيها وقال لي انه مستحيل تكون انت اللي عملت كده واحنا كده كده عمرنا مأزينيك في حاجة فمش هتتمنيننا الازاء وبتحس بطلتنا بالزنب وبيوصل البطل وبيعرف انها ما تخدش على كلامه وانه كده كده هوسك فيها وكده كده ما كانش ههمه اصلا الصفقة دي هتقاوي يعني في الوقت ده بتجي السكرتيرا وبتعرفوا انهم عملوا اجتماع طارق في الشركة وده لان دونج بيسلط المستثمرين عليه وبيقولوا انه حتى مش عارف يخلص صفقة صغيرة وهيوقع الشركة في الديون وتقريبا عاوزين يعزلوا البطل كده من منصبه ولما بتسمع بطلتنا الكلام بتتضايق وده لانها بتدمر حياته ولما بيشوفها الشياو بيلاقها كده مددقة بيقرر لسعادها بيروح لبطلنا وبيرد عليه برنامج بطولة ملاكمة للنساء وفكرة جديدة بس هو بيرفض وبيعرفوا انه مش هيدفع جنيه في الهبل اللي انت بتقوله وبيتضايق الشياو منه بس بتوسيل البطل وبتقوله ما تزعلش ده كوتي بوتي ده عسل خالص عمره وما بيعمل حاجة زعلة انت صحيح شايفه شرير بس هو طيب من جواه خالص ولما بيرجع الشياو كده المكتبه بيعرفوا صديقه انه راجع فكرة البرنامج اللي كان عرضه وفعلا لها برنامج ممله انه هم لازم يطوروا منه ويدخلوا من نفسات قصاد بعض وبكده كل الناس هتحب تتفرج عليه بس اللي احنا محتاجينه لازم يبقى فيه بطلة فبيفكر على طول مين يا طارق وطبعا اللي بتيجي في باله البطلة اللي ان الوحيدة اللي يعرفها بنت جميلة ومعروفة ومنافسة قوية علشان كده بيتكرر يبعت لها رسالة وعلشان تقابله وعند الشياو لما بيكون قاعد مع اخت البطلة في المكتب بيجي لهم كلمة من بطلتنا وبيرد بيعرف ان البرنامج بتاعه تقابل وبيعرف شوان وبيطلب منها انها تروح معها علشان يقابله وبيروح البطل ورده يقابلهم وبتروح معها البطلة بيفضل طول الطريق يسأله عن شوان فبتتدايق وبتحس بالغيرة وبتقوله صوتك مش عاوز اسمعه لحد لما نوصل ماشي ولا ايه ولما بيوصل وبيشوف شوان بيفضل يبص عليها قوي كده فبتخاف من نظراته فالبطلة بتزغزغه كده وبتقوله وبعدها بيروح للمساعد بتاعه وبيقول عاوزك تجمع لي معلومات عن البنت اللي اسمها شوان لان هي البنت اللي بدور عليها ولازم حقالها اي ومنها تتمنها زي ما انقذت حياتي قبل كده نروح للشياء واللي بيعرف اختي البطلة انها لازم تشارك معا في البرنامج بس بترفض وبتعرف انها مش هتشارك القصات بطلتنا وعند البطلة بتتفاجئ لما بتسمع الكلام ده وده لانها مش هتعرف تشارك لان والدها مناحة تلعب ملاكمة وممكن لو لعبت والدها اصلا عارف انجلت فيها وعند بطلنا بيكون بيتفرج على فيديوهات كتيرا لشوان وده علشان يعرف شخصيتها ومنروح لبطلتنا لما ما بتستسلمش وبتجرب تاني مع والدها وكل لما بتحول تجيبها له كده انها هتشارك في المسابقة بيرفض وبيقول لها ملاكمة لا انت ما بتفكرش في حاجة غرف نفسك ولا ايه انت لازم تتجوز واحد غني كده وخلاص وبيسيبها وبيمشي فبتدائق بطلتنا وده لانها حاسة ان الكل بيضغط عليها ولما بتروح للبطل بتلاقي عمال يتفرج على مقابلات وفيديوهات لشوان بس ما بتهتمش وبتدخل تنام ما بتعرفش وده لانها عمال تحس بمشاعر كتير متلخبطة وده اكيد بسبب البطل لانه هو اللي بيحس بيها فبتروح له وبتقوله ايه عم تامر حسني بتحبها روح اعترف لها سيبني بقى عاوزة نام بس بيقول لها ورينهم بايل كده بتقول لهم بايل ايه انت ايه اهده كده مجنون بس هو بياخدوا منها وبيرينها على الشيو وبيعرفوا انهم وافق على البرنامج مقابل ان شوان لازم تشارك فيه وبيعرف شوان وبيطلب منها انها تروح معها علشان يقبلوه وبيروح البطل ورده يقبلهم وبتروح مع البطلة بيفضل طول الطريق يسألها عن شوان فبتدايق وبتحس بالغيرة وبتقوله صوتك مش عاوز اسمعه لحد ما نوصل ماشي ولا ايه ولما بيوصل وبشوف شوان بيفضل يبص عليها اوي كده فبتخاف من نظراته فالبطلة بتزغزغه كده وبتقوله ايه هتكولها بعينك مما تتكلم يا ابني وبيفضل البطل نتكلم بقى عن شوان ويعرفها كمية المعلومات اللي عرفها عنها وبتتصدم البطلة كده من اهتمامه بيها بتقوله يا ابني ايه ده انا معك بقالي شهرين ما تعرفش عنها انا بحب ايه وده لسه عرفها نبارح وعارف انها كل المعلومات ديات وهنا بتاخد الصدمة كده بقى هي كده اخدت الصدمة بجد لكنها بتتصدم اكتر لما بيبدأ البطل يقارب من شوان وبيسألها عن امنيتها بتعرف انها عاوزها تعمل البرنامج بلا اه تبريت عمل وتصور كمان البطلة بتتصدم كده وده لانه بقالهم اصلا يومين بتحيلوا عليه واول لما شوان طالبت يعني وافق على طول صحيح الحب اعمى يعني ولما بتخرج بطلتنا من المقهى بتسألها لو معجب بشوان بلا اه بحبها اكدب يعني فبتدقي كده وبيبان عليها لغيرة وما بتكونش فهم السبب ولما بترجع للمكتب بيشوفها مساعد البطل وبيسأل ليه مددقة فبتحكي له اللي حصل وبيقولها بينا عليك ان انت المعجبة بها اكتر بس بتنكر وبتقوله المعجبة مين يا عم ده زي اخويا بالزبط فبيحذرها وبيقولها انها لازم تعترف له لازم تلحقيق قبل ما يدع منك ابننا حلوة كده وتطلب عليه كتير فبتفكر في كلامه وبتكرر تخريبها بقى وبتخرج لبطلنا وبتعرف ان شوان معجبة بحد تاني فبيقول لها ما انا عارف بس بحبها برضو وكده كده مش مهتم وبنعرف بقى ان قريمة اضاعت مع احساسها وفجأة بتحس بطلتنا وبواجع كده في قلبها وبتعرف ان هو بيجدب ولما بتحكي البطلنا عن المشاعر مش بيصدقها فبتدهق كده وبيستغرب بطلنا التنح ادهقت ليه ولما بتخرج بطلتنا الشركة بتلاقي دونج داخل عليها فبتتوتر لايكون هيكشفها بس بيعرف ان هو مش هيعمل حاجة وان هو بس عاوز يقابل بطلنا ولما بيدخل وبيتكلم معاه بيطلب حقه كده فبيعرف ان هو مالوش حاجة عنده وان هو اللي حط القوانين وان لما الشخص يمشي من الشركة مالوش حاجة فيها وانقلب السحر على الساحر فبتعصى بدونج ولما بيخرج من عند بطلنا بيتكلم مع البطل وبيعرفها ان هو عاوزها في مهمة جديدة والمرة دي هتلازم تنقله اخبار مهمة ويتقدر استغلاد ضد البطل وقعه علشان خاطر اخد حقي ولما بيلاهم اتوتر كده بيلاهم اتقل ايش دي اخر مهمة وارجعلك الحلب على طول وبيتكون بطلتنا متضايقة طول اليوم وبتكرر تخرج مع اصحابها علشان تصفي زهنها ولما بتقبلهم بيجي الشياء وبيطلب من صديقتهم لين انها تشارك ضد ضغط البطلة بس بترفض وبتعرف انهم صابوا فبكترح على بطلتنا تشارك هي بس هي كمان بترفض وبتعرف ان والدها لو عارف هيتجلت فيها فبيكترح فكرة وان بطلتنا تشارك وهي لبسك نوع وكده ولدها مش هيعرف هي مين ولما المسابقة تنتهي تبقى تصرحي بالحقيقة وقتها بقى هيتقبلها ان شاء الله لان وقتها هيعرف مهاراتك وبتفرح بطلتنا كده وبتتحمس وبتوافق وبتروح لي شوان لما بتكون في جلسة تصوير وبيفضل بطلنا كده يطلب من البطل انها تساعد شوان اميليلها كل اللي هي عوزاء فابتدهي البطل وبتحس انها بيزلها وبياخد شي او كده بالو من اللي بيعملوا البطل فبيحذروا وبيعرفوا انها مش خدامة انها بس الحريصة الشخصية والمسؤولة عنك بس بيصدوا بيقولوا ما يدخلش المساعدة بيشوف اللي بيحصل وبيروح يتكلم معاه وبيعرفوا ان اللي بيعملوا غلط وبيقولوا على فكرة انت معجب ببطلتنا مش شوان بيقولوا لا مستحيل انا بحب شوان لانها انقذتني فبيدلوا ساعة كده بتقس نبضات القلب وبيقولوا دي هتأكد لك انت بتحب انهي واحدة لو قربت من هد فيهم وقلبك ده كتير يبقى انت بتحبها وبيفضل يزن عليه الحد لما بيوافق وبياخدها وعند بطلتنا اللي بتستعدها علشان تروح تتضرب للمنافسة وبتجهز شنطتها بقى وبتحط الأدوية بتاعتها تحس سوبا لو تصابت يعني علشان حد يعالجها قبل ما بطلنا يحس بواجع بس الوطل هنا بيشوفها بيقول لها ايه دا انت تهربي من هنا ولا ايه بتخب الشنطة بسرعة وبتقول له لا لا ده انا مفيش حاجة بس فجأة لما بيقرب قلبه وبيبدأ ينبط بسرعة كده فبيحس ان كلام المساعد صح وبيفضل يفكر لواء في حب بطلتنا فعلا وفي اليوم التاني بتعرف بطلتنا انها تهرب من البطل وبتروح تتضرب مع لينه وبتحول بطلتنا على قد ما تقدر انها تتفادت ضربات كل ده علشان البطل ما يحسش بيها لما بيشوفها البطل وعينه بتيجي في عينيها بيبدأ نبضات قلبه تعالى تاني فبتأكد ان هو بيحبها وبتكون بطلتنا متضايقة وغيرانة بس بتكرر تمشي وتسيبهم براحتهم وبيروح وراها كده وبيحاول يبرر لها ان شافته غلط بتعرفوا انها مش مهتمية ولما بلاحظ انها متضايق بيسألها لو في حاجة مزع عليها بترد عليه بعصبية وبتقول له ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك وبتسيبه بيروح لبطلتنا لما بتروح لدونجو وبتديله خطة البرنامج فبيقولها ايه ده هو زي حد في زكاء البطل وافق يعمل البرنامج العبيد ده وبيفكرها بتضحك عليه وبيقولها زي اي شرير كده فوقي ويعرف ان مصلحتنا مشتركة انا عاوز الشركة وانت عاوز الحلبة فلو عارف ان انت بتساعديني مش هيسامحك واحتمال يسجينك اصلا بتبدأ البطل تتوتر كده وبتعرف انها بتعمل اللي تقدر عليه علشان ما تتكشفش ولما بيشوف دونجو الصورة كده لبطلنا وهو حدن شوان بيسأله اعلاكتهم ببعض بتتعصب بطلتنا وبتفضل تشتم في البطل بتقوله عليه انه هو لعوب وانه هو بتاع بنات وانه كل الرجالة كده زيه فدونجو بيعرف انها بتحبه وبيسألها يعني وبسها بتنكره وبتقوله احب مين ده انا عمري ما بصله ده انا احب الاردم ودان ولا حب البطل ودان برد بيستغرب من عصبيتها وبيقولها طيب انا عاوزك تفكر يا بس ان انا بعت كناك علشان انت تتلعب بي وتنقل اخبار ومش تعرف حبه وتغير عليه وفي استكلمهم بيرن عليها بطلنا وبيعرف انه عزيمة على الغداء فبتفرح بطلتنا الهابلة وبتقول ياه اول موعد بقى مع بعض بتنسى كل حاجة كنت بتقولها من شوية وبتوصل وبتاخد بالها من اهتمام بطلنا بيها وانه بيحاول يرادعته للطريق وبتفرح وبتكرر تاخدوا مطعم مميز عندها وبيكون جنب جمعتها واول لما بيوصلوا وبيشوف شياو وهي مخت البطلة وبتخاف البطلة شياو يعوك الدنيا ويقول حاجة عن انهما كانوا مرتبطين ولا انهما ما كانوش بس بتمر القعدة الحمد لله بسلام وبعدما بيخلصوا اكل بتيجي بيعت ورد وبتشوف بطلتنا الوردة وبتكون عوزاها وبتفكر بطلنا بقى الرومانسة يشتري لها ويدها لها لكنها بتتصدم لما بيدها لشوان فبتسيبه المكان وبتكرر ترجع البيت وبتصدم بطلنا وبيروح هراها وبيسألها متعصابة ليه بتعرف انها كانت عوز الوردة رغم كده اشتريها ويدها لشوان فالبطل ما بيكونش بصدق ان السبب اتفه ده هو العصابة وبقرر روح يشتري ورد كتير لها بس بترفض بطلتنا تاخده منه فالبطل ما بيكونش عارف السبب انها اخر فترة بتزعل منه طول الوقت وبيقرر يستعين بخبير العلاقات بتاعه ومدير اعماله وبيفضل يشتكله من بطلتنا وانها كل شوية تتقمس منه وبيقول الستات دول مخهم زغار يا عام بيقوله انا حاسس ان انت بقى لك فترة بقيت بتهتم زيادة كده وبين عليك ان انت وقاتف حبها بيقوله حب مين يا عام وانت شايف نحو يعني علشان احبها بيقوله صارح نفسك بس بالحقيقة وهتتأكد انه روح لبطلتنا اللي بتقدر انها تهرب وبتروح على مسابقة الملاكمة واتكرر تعلمه الادب وبتلعب جامد وبتعد تضرب وبطلنا بيحس بالتعب وبيرضى اللي دهر عليها كده الحد لما بيعرف مكانها بيرح لها وقول لما بتشوفها وبتخاف منه وبتستخبه بلاها مشوف تكيش انا كده يعني يلا على البيت يا غالية وبيبدأ يراديها وبيخدها معاها ولما بيوصلوا للعربية بقولها يلا افتحيها بتقوله حتى انا زعلانة هتشغلني برضو انت راجل ما عندكش دم على فكرة ولما بتفتح العربية بتلاقي ورد كتير وبتفرح كده وبتنسى الناس زعلانة اصلا وبترجع بطلتنا البيت وبتكون عمالة تتفرج على المسابقة ومبسوطها وبتعليقات الجمهور عن البنت المقنعة بيشوفها بطلنا كده وبيفضل يتكلم وحش عن البنات المقنعة وبيقولها اتمنى انها تخسر في المنافس بس بتدخل بطلتنا كده وبتدفع عنها وبتقوله ملكش دعوة بيها فبيقولها ايه ده بتدفع عنها ليه هي من بيت هيلتك بتتوتر البطلة وبتقوله دانا بس يعني في سرها يعني وبيعرفها بطلنا ان البرنامج نجح بفضل شوين وقرر انه يعمل لها حفلة بكرة يعني علشان يكرمها وفي اليوم التاني وبيقولها على فكرة انت فعيني احلى من احلى بنت بتفرح بطلتنا كده شوية واول لما بيشوفهم بطلنا بيغير وبيقول المساعد بتاع يروح يجيبها علشان تفضل جنبه لكن بيجي دونج وبيبوظ له الحفلة وبيتهمه انه بيعمل البرنامج ده علشان بيحب شوين بس بطلنا ما بيهتمش بالكلامه بيقوله اه بحبها وبتشوفه بطلتنا وبتكون مدائية وغيرانا خالص وبيشوفها بطلنا لكن ما بيكونش قدامه حاجة ولا يقدر حتى يعملها حاجة وبياخد شوين بايد كده علشان الصحافة لكن فجأة بيبدأ يحس باصدار وبيعرف انها هكيد بتشرب وبيقول للمساعد بتاع بص انت هتروح تدور عليها وهتلاقيها بتشرب كسر الازاز اللي بتشربه على دماغها وروحها البيت ولما بيروح مساعدة يدور على بطلتنا بيلاف فعلا بتشرب وبتفضل بقى تسحلة وبتقوله وشوف تخني ازاي ونسى حبنا وابننا ادم كمان بقول لها ادم مين ده بس مش ده انت كنت بتقولها وانا حولا علشان احبه بتقوله ثم ده مش موضوعنا يعني انتر ديك اللي عمله يعني ونروح بقى لشوين لما بتروح لبطلنا بتقوله انها مستقربة من طريقته معاه واهتمامه الزيادة بيها ولسه يفكرها بالحادس اللي حصلت زمان بيجي هنا الشياء وبتروح معاه على طول وعند بطلتنا بيفضل مساعد البطل يدفع عنه بالله والله طيب وده بيحبك وبيموت فيك كمان بس هو بيكابر بس وهو اول لما شافك مع الشياء وبدأ يغيره وعينه طلعت ليزر كده وقال هات للبيت دي شوفت بقى انت حب زي كده بتقوله لا ما شوفتش الصراحة وفدلت تدخيل نفسها بقى وهي بتتزف بالحسان اللابية ولما بتقعد مع نفسها وبتمخمك كده بتفتكر الورد اللي جابهولها وبتقول اكيد ده حب لما بتروح بطلتنا للبيت بتكون متألة في عصير الليمون وقال لما بتشوف بطلنا بتعترف له بحبها بتقرب منه وبتدواءه الزبيب وفي اليوم التاني لما بتسحى من النوم بتلاقي بطلنا بيتجنبها وما بتكونش فاهمة إلا حصل أصلا ولا فاكرة ولما بتسأله كده لو هو معجب بها يعني بينكر وبيقولها معجب بمين بتكذبه وبتعرف انه لما بيقرب منها دقات قلبه بتاعلى وبيحس بالسعادة على عكس إحساسه لما بيكون مع شوان فبينكروا بيقولها لا أنا أصلا مقرب منك علشان خاف على نفسي ولو لكده عمري ما بسط لك أصلا فبتنهار بطلتنا كده وبتفتكر كلام صحابة ونها بيستغلها وبتسيب البيت وبتمشي وقال لما بيشوفها مساعدة البطل بيروح وراه وبيحاول يخفف عنها بيقولها نها بيحبها فعلا بس بيكبر والله انت لازم تستحمليه تدي له فرصة وبيسأله لو هي معجبة بيه فعلا بتعرف أنها كان أول حب في حياتها بس خلاص بقى كل حاجة تدمرت وكسر قلبها بقولها وانت هتعديها عادي كده ما تعلميه الأدب هو أنا اللي هقولك برده فبتكرر ترجع للبيت وتقرفه في عيشته وتفضل تعمل صوت علشان يهتم بيها بس بطلنا بيكون كارزمة وما بيهتمش وبتكرر انها تهزقه كده لكنه بتعمل ببروت كالعادة بتفقد الأمل فيه وبتكرر بطلتنا انها كمان تتجاهله زي ما بيعمل معاها ولما بتروح للشغل في اليوم التاني وبتقابل شيئا وبتكتشف ان بطلنا هيهد حلبة النمر وانهم خلاها جنبه علشان يستغلها كان معجل بس خبر ازالتها لحد لم يتأكد لو لعنته ما تتفك ولا لأ فبتدائي البطلة كده وبتعرف انها فعلا انضحك عليها وبتكرر انها تستقيل ولما بتروح بتقوله عن قرارها وبيسألها عن السبب بتقوله انها بقت مشتتة ومش عارفة هي عاوزة ايه وانها قررت ايش حياتها تحب وتتحب وانها مش هتعيش معلي الابد يعني بيرفض الاستقال بتحس بطلتنا بواجع كده في قلبها لا بتبقاش فهمة دي مشاعرها ولا مشاعره هو ولما بتروح تشوفه اختها بيتصالحها اخيرا وبتعرفها شوان انها كنت بتكرهها وده بسبب اربعة من شياو وانها كنت كل ما تحاول تقرب منه هي تتدخل بينهم بس بتعرفها انها ما بتحب الشياو ولا في دماغها وانها مجرد صديق وانها معجبة اصلا محد تاني ولما بتسأله اختها وبتحب بطلنا بتنكر فبتعرفها شوان انها لو بقى تصريحة معها تسعيدها تقرب منه وهنا بتكرر تصريحها وبتعرفها فعلا بحبها وانها بتحبه من زمان بيقرروا اللي اختين كل واحد فيهم تركز مع اللي بتحبه والتانية ما تدخلش ما بينهم وفي نفس الوقت لما بيرجع بطلنا للبيت ومش بيلاقيها بيقلق عليها وبيطلب من المساعده ويدور بسرعة بيقولوا ايه يا كريزما هي ما كانتش فرقالك من شوية يعني بيقولوا يا عمد انا خاف لاتحصل لها حاجة وتتعور وانا اللا تعبير ديك يعني فبيسألوا لما بيدبر له موعد مع بنات مش بيروح لي علشان بتبقى خاف من بطلتنا اللي تدائق منك فبينكر كده وبيقولوا لا يا عم انا اصلا مريش دعو بالمواعيد المدبرة فالمساعد بنصح نوع لازم يلحقها قبل ما الشياو ياخدها منه ولما بترجع بطلتنا للبيت بتفضل تمتح في الشياو انه راجل كامل من مجميعه واي ستة تتمنى يعني وبيحس بطلنا بالغيرة وبيقرر يردلها كده بيطلب من المساعده يوري له صور البنات علشان يختار منهم واحدة اوه لما بتسمع بطلتنا الكلام ده بتقول لا المواعيد المدبرة رفعه خطر على حياتي انا ما اقدرش على كل التلزيق ده غالي او لما بتحل تفتح مع بطلنا موضوع الاستقالة ده بيتعصب عليها بيعرف انها لو عاملت كده هيقضيها ويخليها تدفع اللي وراها واللي قدامها فبتخاف بطلتنا كده لانه قادروا يعملها وفاجأة كده بيجي الشخص ياخد بطلنا فبتعرف البطل انه ورايح موعد مدبر فبتقوله يلا اخدني معاك بيولا لا بس بتقرر ما تستسلمش وبتروح وراها علشان ترقبه والبطل فعلا في الوقت ده بيتعامل مع البنات ببرود لحد لما بياخد بيله ان البطل بترقبه بيكرر يخليها تغير عليه وشوية كده وبيفضل يضحك ويقرب من البنت وفعلا بطلتنا بتغير وبتكرر تعلمه الأدب وبيكون معها حزاء زغير وبتكرر انها تلبسه علشان تقز بطلنا في رجليه وتخليه يحس بالوجع وفعلا بيبدأ يحس اوه لما بيشوفها كده بيروحوا بيسألة بتعمل ايه ولو جات بوز الموعد المدبر بتقوله انا لا ازاي يا جا دعيب انا جاي يحمي مشاعري من التلزيق وبيفرح بطلنا كده لانها غيرانة عليه وبتحس بطلتنا بالمشاعر دية وبتفرحها كمان وبعدها بتكرر تروح تدرب شوية في المساعد بتاع البطل البنت اللي بيحبها لين هتدخل منافسة انت لازم تشجحها وتقف معاها فعلا بتبدأ المنافسة يا عزيز المشاهد وبتشارك لين وبطلتنا وشوان وبيفوز وبتكسب البطل المقنعة وبيبقى اسمها ترينج وبيبقى الكل عاوز يعرف مين هي وعلشان كده بتكرر لين انها تعزموا في المطعم علشان يحتفلوا وبتعزم مساعد البطل علشان حبيبها بيروحوا كلهم وبيفضل يهزروا ويتكلموا ولكن بيفضل بطلنا يرن على البطلة ولما بتكونها ترد بيقولها مساعد البطل لا اتقلع عليه شوية ليعرف امتك وفعلا ما بتردش نروح للبطل اللي بيفضل الآن عليها وبيفضل يرن ويبعث رسائر ولما بيلاها مش مهتمية بيقرر انه ينتقم منها بيفضل يتفرج كده على افلام حزينة وبطلتنا بتبدأ تعيط وبعدها بتفرج على افلام بتضحك والبطلة بتفضل تضحك الناس بيفكرها تجنينة ولا ايه لحد لما بتزق كده وبتروح تكلم البطل وبتسأله ليه بيعمل فيها كده بيعرف انها يدها تلات دايق وتكون قدامه ولما بيشوفها الشياء وكده وبيلام الدايق بيسألها في ايه بتقوله ان بطلنا عاوزها ترجع للبطل دلوقتي بيراح يوصلها وبتفضل بقى طول الطريقة تقوله البطل عامل فيها وعمل فيها ومش عارف ايه وبطيخ بس انا كنت ياخد موقف بس ما قدرتش ده انا ما ضياله عقد وممكن يسجن وياخد اللي ورايه والقدامي وبتعصب شياء وبيجيب اخره من البطل وهو لما بيشوفه كده بيدربه بالبوكس وبيفكر ان بطلنا هيسكوت له بس البطل ما بيسكوتش وبيضربه وكمان وبتدخل البطلة وبتدرب شياء وبتدفع عن البطل وبيزل البطل كده وبيقوله مهما هتعمل هتفضل تحبان انا او حتى دفعت عني ازاي بيحس الشياء بالله هنا وبيضيق وبيمشي لكن بطلنا بيكون مبسوط من اللي البطل عملته وبيقولها بصي بقى انا سمحت لك تحضنيني براحتك اختر اي وقت و اي مكان انت يبصي بيتي نصيبه واسميتي انت حبيبتي هغير معاملتي معاك خالص هتشوفي شخص جديد بتفرح بطلتنا لانها خلاص هتقرب من الكراج بتاعها وفي كل فرصة بتجيلها بتفضل تقرب من البطل وعند الشياء ولم بيروح لشوان علشان يعرف خطة برنامجهم بتعرفوا انها نزلت بوست ونفت كل الاشعات اللي طلعت عليها وعرفتهم انها مش مرتبطة بالبطل وانها بتحب شخص تاني ولما بسألها بتحب مين بتعرفوا انها بتحبه هو وبتسأله عن مشاعره هو بس بيرد عليه وبيعرف انه معجب بالبطل وبتتصدم كده وبتنهار وبتفضل تقوله انها حاول تعمل كل حاجة علشان يحبها وانها فضلت جانبه طول الوقت وبيبدأ فجأة يجيلها تعليقات سلبية عن البوست وانها شايفينها لعوبة وبتستغل بطلنا بس علشان الشهرة وفي اليوم التاني لما بتروح بطلتنا الحلبة بتعرف اللي حصل مع اختها والتعليقات السلبية اللي بتتكتب عنها وبتكرر تروح للشياء وتخليه دافع نختها في بوست هو كمان بس بيرفضه بيعرف انه مش هتدخل فبتدائق بطلتنا وبتعرفه انه اختها منهارة بسببه بتزعل منه وبتفضل بطلتنا تفكر في حل لكن بطلنا بينزل بوست دافع عنها هو وبيعرف انه كان بيطردها ودال انه كان بيحبها من طرف واحد ولما بتشوف بطلتنا البوست وبتسأله عنه لو كان بيحبش ياه فعلا بيقولها لأ او او حبيتها فعلا بس كان من طرف واحد بس دلوقتي خلاص ما عدتش بيحبها وبتتصدم البطلة كده وبتكسر قلبها بتقرر تسيب البيت وتمشي ولما بيراوح بطلنا مش بيلاقيها وبيسأله المساعد بتاع له هو ارتاح باللي عمل وبيعرف انه عمل كده علشان يدفع عن البنت اللي انقذت حياته وانه مديون ليها نروح لبطلتنا اللي بتقرر انها تمسح دموحها وتعلمه الادب خلاص وبتروح للين وبتقول لأنا عوزك يتضربيني باقسة قوة عندك وفجأة بيبدأ بطلنا يحس بالواجع في جسمه ولما بيتسأله عليها وبسأله راحت فين بتقوله انها بتتدرب ومش هترجع دلوقتي فبيعرف انها تدخل في مدعكة تاني بيفضل بطلنا يستعطفها بيقول لها حقك عليها والله هموت من الواجع خلاص حقك عليها سامحين فبتكرر بطلتنا تستسلم وبتروح له لما بيشوفها بيلاها مصابة كده فبيقل عليها وبيقول لها انه يحط لها مرم على الكدمات وبتعرف وبتقول له رح حط لشوان حبيبتك حبيبة القلب يا غالي وبيفرح لنها بيضغير عليه بس مش بيبين وفي نفس الوقت بترن شوان عليه وبتقول له بطلتنا يلا رد على حبيبة القلب بتوتر كده وبتقول له خلاص ارد انا وبترد بتفتح الاسبيكر وبتسمع شوان وهي بتعرفه انها عوزت قبله وبتقول له خلاص انا مبقاش في حياتي حد وممكن اديلك فرصة ان احنا نرتبط ولما بتسمع بطلتنا الكلام بتتسدم وبتغير اكتر فبيعرف بطلنا انه يروح يصلح سوق التفاهم بطل منها انها تستناء وانه عاوزها في موضوع مهم ولما بروح يقبل شوان بيعرف انهم مش بيحبها ولا حاجة انها عمل بس كده علشان يسعادها لانها انقذت حياته وما بتكونش شوان فهم حاجة بس بطلنا بيبدأ يفكرها بالحادثة اللي ساعدته فيها زمان وبيوري لها السوار وهنا بنرجع في لاش باك لما كانت مع بطلتنا وهم راجعين من الكلية وشافوا حادثة في الطريق وقترحت بطلتنا يروح يشوف اللي حصل ولو في شخص عايش يساعده بس شوان رفضت فعرفتها بطلتنا انها تتصل بالاسعاف وراحت بطلتنا كده تساعده وهلا انقذته لحد لما الاسعاف تيجي وبتديله السوار وبتعرفه انها جايبه له الحظ وبتفهم شوان دلوقتي كل حاجة وبتكرر انها تستغل موضوع السوار وبتطلب منه انهم يرتبطوا وانشور الموضوع في الصحافة وبتكون عاوزة تعمل كده علشان تعرفش هي وان هو مش فريق لها بس بيرفض بطلنا وبيعرف ان هو بيحب حد تاني بتقول له بطلتنا بس فعلا ما بينكرش فبتدقى شوان ودل ان اختها بتاخد كل الاشخاص اللي حواليها وبتكرر تنتقم بطريقتها وبتكرر ما تعرفش البطل اي حاجة وتسيبه على عماية وبتستغل لحد لما يوافق يرتبط بيها وبيروح بطلنا لبيت وبيلاقي بطلتنا عملاله اكل وبتكبره ان هو يأكل ودل انها بتكون حطاله فيهم نوم علشان عندها منافسة ومش عاوزة يحس باي قلم وبتكرر تسمي بدا وبتعرف انها لما تتخرج من الكلية هتبطل تشتغل معايا وهتدور على شغل تاني فبيسأل لبطلنا كده هي ليه بتعمل معا كده رغم ان هو معجب بيها وبتعرف انها كانت عندها مشاعر حقيقة ومعجبة بيه بس وقتها كنت صغيرة ودلوقت انا كبرت وفيهم تكون لحاجة انت معدتش فريق لي ولما بينان بطلنا بتروح للمنافسة وبتكون متأكدة من فوزة لحد لما بتخسر للأسف وبتطلع برا المنافسة وبتفضل متأكدة من كل حاجة وبترجع للبيت في اليوم التاني بيسألة بطلنا كده لو جهزت حاجتها وبتتوتر وبتعرف انها جهزت كل حاجة وبستهرب بطلنا وبسألة ليه بعتت له مدير اعماله اللي قلت له يجي يطمن عليها فبتعرف بس انها شافت الصبح وهي خرجة وخافت عليها علشان كده بعتت له حد يطمن وبتفضل بطلتنا متأكدة خالص لانها مش هتعرف ترجع الحلبة ولا على كتب اختها هتتحسن وبلاحظ بطلنا حالتها وبيكرر انها يخرجها وبعد ما بيغير جوه وبتبقى كويسة بيسألة بطلنا ليه كنت متضايقة بس ما بتتكلمش فبيقولها اقول لك انا كنت متضايق ليه وبقولها انها ممكن يا سعيدة بس بتعرفه انها مش هتعرف تحكيله حاجة بيوعد انها لو حكيت له هي سعيدة وبتسأله كده لو خدعته ممكن تسمحني بيقولها طالما انت ما بتتضربيش وبتتأذي تاني بيجي البطلتنا اتصال من شياو وبيعرفها فيها ان لين كمان خسرت وبكده يبقى في احتمال انه ما ما يعرفوش يرجعوا الحلبة تاني بس الاول مرة البطلة ما بتهتمش وبتعرفوا انها تفكر في نفسها ومستقبلها وحياتها وتخرجها ولما بتروح لباباها بتطلب منه يروح معا حفلة التخرج بيعرف انه مشغول ومحتاج يعرف السبب اللي خل فريقهم يخسر في مباراة الملاكمة وبتعرف البطلة انها تروح لوحدها خلاص وعندي شياو البطل بيعرف انه قرر يعترف بمشاعره للبطلة وده في حفلة التخرج وكمان يطلب منها الجواز بيتسدم وبيكرر يروح يوقفه وفي نفس الوقت ده عند البطلة بتلاقي شياو جاي قبلها بيطلب منها انها تتمشى معاها علشان عاوزها في موضوع مهم ولما بتوافق بيدينا مذكراته وبتعرف بطلتنا انه بيحبها ومنهم صغيرين وبيعرف انه مش جاي اعترف بحبه بس جاي عرف انه عاوز يتجوزها ويقضي معاها باقي عمره وقبل ما تدي له رد بيجي بطلنا وبيعترف بحبه كمان وبتتسدم البطلة وان الاتنين بيحبوها لقوا كمان بيتخنقوا عليها وفجأة بتحس بطلتنا بواجعة في قلبها فبتتأكد ان بطلنا بيحبها فعلا وبتوافق بطلتنا انها ترتبط بالبطل وبتاخده وبتمشي وبيفرح البطل كده لانها اخترته هو واول لما بيروح للبيت بيحاول يطلب منها يخرجه في موعد لكنه بيكون متوتر خالص وما بيقدرش يتشجع ويطلب منها فبيقرر يقضي اليوم كله معاها وبيفضله بقى في البيت بيلعبه وبيهزره وعنده شوان بتلاحز كده ان الشياء هو مختفي وكده لازم يبقى زعلان دي قلبه تقصر وبتروح للبيت وشوفه وبيعرف بقى انه هو قرر يقول البطلة بمشاعره بس يرفضته فبتكرر تحاول مرة كمان معه ممكن يقربه من بعضه وفي اليوم التاني لما بيكون بطلنا رايح الشركة مع البطلة وبتفضل كده تبعد اي بنت من قدامه وما تخليهش يكلم اي حد خالص فبيقولها اي بنت ده اللي انا قلتلك مش عاوز حد يعرف بعلاقيتنا ده كل الناس دلوقتي عارفت بسبب طريقتك دي بتقوله لها مش القصد يا بيبي ده بس لغير على قصة تفسير سيطرة على نفس بيقولها براحتك يا حبيبتي كده كده بحبك زي مانتي وبعدها بتروح من بطلتنا لصداقتها وبتفضل تصحلها انها ندمانة وانها ساعدة دونج زمان وخايفة دلوقتي لو بطلنا يعرف بحاجة وهي دلوقتي بتحبه وللأسف مش هقدر عيش من غيره وفاجأة كده بيجي لها رسالة من شوان وبتعرف انها عوزت قابلها ولما بتروح بتلاقي شي او معها هناك وبتعتذر له لانها جرحته بس بيعرفها ان هم مش مهتمين خلاص وبتعرف اختها بقى انها قررت تدها بطاقة علشان تحضر مباراتها الاخيرة وانها قررت تسالحها وتعملها كنها اختها حقيقية وبتفرح بطلتنا ان العلاقة رجعت طبيعية وفي الوقت ده بيستغلش يو الفرصة وبيطلب منها انها تخلع القناع وتعترف بحقيقتها للكل وده قبل ما الوقت يفوت فبتعرفوا انها قررت تعمل كده فعلا بس في المعركة النهائية وانها قررت دلوقتي تقضي وقت لطيف مع حب عمرها ولما بترجع بطلتنا للبيت بتفضل حس بالزنبي اللي ان شفان قلت لها انها تضربها في المنافسة الاخيرة علشان تبين لها انها اشتر منها وبتكون خائفة على البطل اللي هيتواجع جامد بس ما بيكونش قدامها حاجة تعملها وتعرف ان هم رايحين عند الدكتوري النفس بتاع بطلتنا وبتلاحظ بطلتنا ان فيه شخص بيرقبهم وبيصورهم وبتخاف البطلة لحد يعرف ان البطل بيروح لدكتور نفسي ويستغل الموضوع ضده فبتكرر كده انها تساعد بطلنا وبتشربه لبن رغم انها عارفة انه عنده حساسية علشان ده يخلي بطلنا يحس بالقلم وفعلا بتنجح خطتها بيتقلم بطلنا وبتاخده بطلتنا وبتروح معالي المستشفى بسرعة وبيكون البطل فاكر ان الموضوع خطير بس البطلة بتجيب له الادواء المناسبة وبيبقى كويس ولما بيعرفها انهما يروح عند الدكتور بتاعه بتقوله ان الدكتور عنده مريض ومجهور في نفس الوقت ده بيكترح بطلنا عليها انها طالما في المستشفى تعمل تقرير تبع عن صحتها بس بترفضه بتعرفه انها مماروش لازم يعني بس بيصر على كلامه وبتكرر تخليع من هو كمان وبتاخد التقرير وبتديه لدونج علشان تبهيله كده انها مش بتخونه وفي نفس الوقت ما تضرش بطلنا وبتقوله خلاص اعمل التقرير معي فبيوافق وبيلاق اهم حاجة صحتك نروح لدونج لما بيروح له الشخص اللي كان بيصار ابطلنا وبيقوله ان بطلتنا كشفته علشان كده ما قدرش يكمل مراقبة وبيدله السور اللي فقى بطلتنا بتحضن البطل وبيقوله ان علاقتهم بات قريبة من بعض وبتكرر دونج كده يستغل الموضوع ضد البطل وبيكبرها انها تسمع كلامه وروح بقى للشياء ولما بيلاقي البطلة داخلة عربية غريبة ولما بيدق بيلاقها عربية دونج وبيستغرب كده هي ليه ريحول وليه كمان بتقابله في السر وبيستنع لما بتخلص وبيروح شاوي وبيسأله عن علاقتها بدونج وهنا بتتوتر ومش بتقول حاجة وبتمشي وبتروح للشركة وبتلاقي متدربة جديدة بتدلها الشوكولاتة وبتقول لما انها توصلها للبطل وبتعرف انها بتحب بطلنا وعوزها تعترف له بس هي خايفة علشان كده قلت محدش هيساعدني إلا انتي فدتها الرسالة والشوكولاتة ولما بتروح البطل هناك بالمكتب بتعرف انه عنده اجتماعات طول اليوم وبتستغل الفرصة وبتصار الملفات المهمة اللي قالها دونج عليها وفي الوقت ده بيدخل البطل وبيشوفها وبيلاحظ انها كانت بتفتش وراها فبيتصدم كده ولما بيسألها إيه اللي ورا دهراها بتقوله انها بس جابت له الرسالة دية من متدربة فبياخدها وبيقطعها كده وفجأة بيوصل للمحامي وبيشوفها وبيعرف انها بتدعبس في الملفات لسه يتعصب عليها بيدفع بطلنا عنه وبيقوله انها كانت بس بتحول تخبر رسالة رغم انه عارف انها كانت بتدور وراها بس قرر انها يسيبها براحيتها وعنده مساعد البطل لما بيروح له وبيقول انها بقى شاكك في أفعال البطل وبيطلب منه يدور وراها بس بيقوله انها واسق فيها وعارف انها مش هتخون ولا تأذيه ولما بتخرج البطل كده بتروح وبتتسل على دونج وبتسأله هتعمل ايه لو هرفت ان بطلنا واقع في ورطة بلها استغل الموضوع ضده وهدمره بتتسدم بطلتنا وما بتكونش عارف هتعمل ايه وما بيكونش قدامها غير الدعاء وبتفضل تدعي ان يا رب دونج هو على دماغه مكوك فضائي ونخلص منه خالص نروح بقى لبطلتنا لما بتروح للين وبتكون مدقة كده وبتعرفها لين ان ده الوقت المناسب علشان تهترف لبطلنا بالحقيقة وتبطل تشتغل مع دونج وانها طالما بيحبها اكيد هيسمحك بتقولها انها خايفة لما يقبلش الحقيقة وهي مش هتقدر تبعد عنه وانما بترجع بطلتنا لبيت وبيشوفها بطلنا بيسألها لو عاوز تقوله حاجة بس بتنكر وبتسأله اقولك اي يعني بيعرفها انها شافها عن دبير الامنيات وانها عاوز يحقق لها اي امنية ولما بتروح بطلتنا للشركة في اليوم تاني بتعرف ان بطلنا متضايق وعمل اجتمع مهم وجامع فيه كل المستثمرين ولما بتحول تعرف اي معلومة مش بتستفاد بحاجة فبتكرر انها ما تضيعش وقته وبتروح تقابل دونج بتديلي المعلومات اللي صورتها بس بيلاها معلومات من السرية وعادية خالص وبتكرر بطلتنا انها تديله التقرير الطبي علشان ما يشوكش فيها بس بيلاها ان بطلنا مفهوش اي حاجة يقدر يمسكها ضده فبتعرف ان عندها معلومة سرية هتقدر توقع البطل بيها وبتقوله عرفها لك بس تبعد عني وبيوافق وبتعرف ان البطل عمل اجتمع مهم للمستثمرين فبيخمن انه عنده مشكلة في الفلوس وانه بيعمل كده علشان عاوز يبقى الاسهم فبيطلب انها تجيب اسماء المستثمرين ولما بتسأله ليه عاوزهم بيعرف انه عاوز يشتري منهم الاسهم وكده هيقدر يغزم البطل ويرجع شركته ليه تاني ويدمر البطل خالص وهي تروده كمان بتتصدم كده من كلامه وبتفضل طول الوقت خايفها والان اللي هيعرف بطلنا بالحقيقة ويسيبها ولما بيشوف بطلنا حالتها بيطلب انها ما تروحش الشركة وترتاح في البيت فبتسأله لو بطل ياسك فيها فبينكر وبيعرف ان هو بيحبها وعمره ما بطل ياسك فيها ولما بتروح بطلتنا اللين بتفضل تساحله وبتقترح عليها انها تطلب مساعدة شاو وان هو يكتب مقال عن دونج ويبعده عنها فبتقتنع بطلتنا كده وبتوافق وبتروح تقابل شاو فعلا واو لما بيشوفها بيقولها هتحكي لي ام تابع الموضوع دونج ففعلا بتحكي له وبيقرر ان هو يسعدها وبيحذرها ان اخر مرة هيسعدها انا مش كل شوية صلح كد بجداء وان هم من الافضل تكوني صدقة مع بطلنا ولما بترجع كده البيت بيقرر بطلنا كده يخرجها وهم بيتكلموا وبيطلوا منها كده انها تستقيله وبتستغرب لانه عرضت عليه اصلا موضوع الاستقاله هو رفض وبتسأله لو بطل ياسك فيها تاني فبيعرف ان هو بس بيحميها وان هو يرتاح لما تشتغل بعيد عن الشركة وفي الوقت ده بيجي البطل اتصال من مساعدة وبيكون فيه مشكلة في الشركة ولما ما بيردش البطل عليه بيقرر يحل المشكلة بنفسه بيتسل بقسم التكنولوجيا وبيطلب منهم يمسحوا مقالة شياو وبيقفلوا لأكونت بتاعه وعند بطلنا بيفضل بيتكلم مع حبابته وبيطلب منها كمان تبطل تعيش معاه وتسيب البيت فبيستغرب كده ايه تغير المفاجئة وبتسأله لو عاوز ينفصل عنها بس قبل ما يرد عليها بيجي له تسال من مساعدة وبيعرف انه لازم يرجع الشركة لان فيه مشكلة بتطلب منه تروح معاه وبيرفد 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 انه ما تقربش من الشركة تاني ولما بيوصل بيناده على الشياو وبيبدأ يزعاله بسبب المقال اللي نشره بس بيعرفه ان المقال ده كان هيخوف دونج وانه ما كانش لازم يمسحه بس بيطلب منه بطلنا كده انه ما يدخلش تاني ويدال انه عارف خطة دونج بس عاوز يلعبه بطريقته وبيعرف انه لو ادخله بوز خطته وهيقضيق فبيروح بقى اشياء وكده لبطلتنا وبيعرف ان البطل عارف الخطة وعارف الحياة كلها وان من الاحسن انها فعلا تبعد عن الشركة متدخلش وده المصلحتها بس البطلة بصت نخناش فبتكرر انها تقطع ورق الاستقالة وانها مش هتبعد عن بطلنا خالص وبيقرر بطلنا انها يخدها كده في موعد غرامية علشان ينسيها الهم والقرف اللي عاشوا المرة اللي فاتت وبيكونوا مبسوطين خالص وبيطمن انها بيحبها وهيفضل جنباته لعمره وبتفرح بطلتنا وبتحس انها اخيرا قدرت تنسى الغم اللي كنت فيه ونروح لمساعد البطل لما بيقابل حده وبنعرف ان هو فيدل يدور حوالين البطل لحد لما عارف انها بنت صاحب الحلبة وهنا اخت شوان وصديقة لين اصلا من زمان وبيعرف ان هم كلهم كانوا بتحقوا عليهم فيدلت تتقرب منهم بس علشان مصلحتها فبتصدم كده ولما بيروح يواجه لين بتتصدم وبتسأله لو هيقول الحياة للبطل وهنا هو بيزعل لنها بتكون بتفكر في البطل ومش خايفة على علاقتهم ولما بترضل تستعطفه علشان ما يعرفش حاجة بيعرف انه هيقول الحياة كلها وهو حر في قراره وقتها البطل يختار يقش مع مين ويسيب مين وبعدها بيروح بقى البطلنا وبيعرفه فعلا كل حاجة وانها كنت بتضحك عليه وكمان ممكن تبقى شغالة مع دونج لكن البطل بيدفع عنها ويعرف انها واصل فيها وانا كنت دونج دحك عليه علشان يستغلها انها حبيبته وانها يعمل اي حاجة علشان يحميها وبيطلب منه ما يعرفاش حاجة لانه مش عاوزة تتأذى قبل المسابقة النهائية نروح لها بقى لما بترجع تحس بالقلم وبيرجع بطلنا يحس بمشاعره فبتخاف كده وده لا يكون هيتخلى عنها بعد ما رجع له الاحساس بس بيعرفها بطلنا انه حبه لها اعمق من كده في نفس الوقت ده عند دونج بيعرف ان بطلنا عنده مشكلة في شغل وانها بقى بيبيع الاسهم بسعره رخيص وبيشتري عدد كبير من الاسهم وبيبدأ يجهز نفسه لانه فاكر انه قريب قوي هيرجع الشركة تاني وبيرمي بطلنا كده في الشارع ونروح للبطلة لما بتروح للمسابقة بتلعب ضد اختها وبيفضلوا يدعاكوا في بعضها حرفيا لحد لما بتفوز البطلة وبتلع القناع وبيفرح بطلنا والدها بس البطل بيجيله دونج بيعرفوا نوع بيت وان البنت اللي حبها دحكت عليه وقررت تسرب لهم اخباره وبيعرفوا ان شركته بتمر بازمة مالية وبيقولوا انك لو ما حلتش المشكلة خلال 10 ايام هتبقى في الشارع ولما بتعرف بطلتنا اللي حصل بتقرر تروح الشركة علشان تدفع عن البطل بس قبل ما تدخل الشركة بيجي ناس وبيخطفوها ولما بتتأخر بتقلق لنا عليها وبتقرر تروح الشركة تشوفها ولما بتشوف بطلنا كده وبتسأله لو شاف البطلة بينكر فبيقرروا انهم رجوا الكاميرات وبيعرف انها فعلا حصلها حاجة وبيقلق وبيدور عليها لحد لما بيعرف مكانها وهو لما بيوصل هناك بيلاها مغمى عليها فبياخدها وبيروح بها المستشفى وهو لما بتفوق بطلتنا وبتسأل البطل ايه حصل فبيعرف انها فزت في المباراة وانه دلوقتي مش مضطرة انها تتحك عليه علشان الحلبة تاني فبتتصدم البطل لانه عارف حقيقتها وبيعرف انه مش عايز يشوفه الشهة تاني بتتحايل البطل عليه انه يفضل معاها بس بيزقها وبيسيبها وبيمشي بتدخل في حالة اكتئاب ولما بتعرف شوين بتجيلها كده وبتحول انها تخافف عنها وبتعرف انها والده متصلحه وبتفضل تهزر معه وتدحكها وفعلا البطلة بتبدأ تفك شوية وبطلنا بيكون مدى انه سابق وعمال يعاية على فرقهم وفاجأة بيجيلوا اتصال من شوين وبتطلب تابلو بس بيرفض بتعرفوا ان ده رد الدين بتاعه وان دلوقتي وقت الحقيقة فبيكرر يروح يقابلها وانه لما بتشوفه بتحكيله كل حاجة وانه مش هي اللي انقذته وان البطلة هي اللي ساعدته والسوار كان بتاعها وهنا البطل بيبدأ يفهم كل حاجة وانه ليه كان معجب ببطلتنا من اول لما شافه وإحساسه انه فعلا هي اللي انقذت حياته وانه روح بقى للبطلة اللي بيكرر سحابه انه هم يخرجوها كده وبيجي الشياء وبيعرفهم ان بطلنا مدى على استمارة هدم الحلبة رغم انه جالوا مستثمرين كتير عايزين يستثمروا فيها فبتتصدم البطلة بمستوى الكرة اللي وصلوا للبطل وانه هيدمرهم كلهم بسببها بتحس بطلتنا بالزنب وبتكرر تروح لبيت البطل بتفضل تخبط عليه بس مش بيفتح لها بتنهار البطلة وبتروح لوالدها بيلحز ان بنته بتتدهور وبيروح يسأل صحابه عن حالتها وبطلع منهم يحكولوا كل حاجة وبتعرفوا شوان انها كانت مرتبطة بمدير الشركة وانها الاول مرة كانت بتضحك عليها علشان الحلبة بس بعدها حبيت وقود الوقت هو سافها وبتكرر ان هو يطلحها كده من المود وبيقولها ايوه تزعالي على الحد ده انا اجاوزك يا حبيبتي يسيت سيده وبتكرر البطلتنا انها تدن نفسها فرصة انها تخرج من الاكتئاب وبتخرج مع صحابها وبتقد وقت لطيف ولما بترجع للبيت بتفضل تتكلم مع شوان وبتهزر معاها وفاجة بتجي البطلتنا مدربة كبيرة وبتعرف انها انبسطت اوي لما شافتها في البرنامج وهجبت بالفتاة المقنعة وعوزت اتبناها وتكون مسئولة عنها رياضيا وتخليها مشهورة وتدربها بنفسها وهتدها فلوس كتير ومقابل ده لا وكمان هشتري الحلبة وبتفرح البطلة وبيوافق ابوها انها هتمارس هويتها المفضلة وهي الملاكمة بعد البطل بتعرف اللي بيحصل للبطل من الاخبار وانهم عوزين يخلوه يمشي من الشركة وبتروح له وبتكرر انها تساعد وبتعرف انها لسه بتحبه وانها تفضل معه دايما وبتقوله انها كمان قربت تشتغل وهتشتري له بيت وهتعايشه فيه لو فلس يعني ما تخافش الله يبشرك بالخير يا بطلاء وبتطلب منه فرصة تانية وبتصدم بطلنا كده من جرائتها ولكن البطل بيعرفها انها لو ممشتش من بيت وهيتصل على الشرطة ويتهمها بالتحرش بتقوله مش مهتمية وان انت كده كده هترجع لي تاني وسلام يا حبيب قلبي في نفس الوقت ده بتعمل اجتماع علشان يشيلوا بطلنا من منصبه ولكن بطلنا بيفاجئهم لما بيلون فيه فلوس كتير في حسابه البنكي وبتكون من صدقه جاك اللي كان بيساعده دايما في الفترة اللي فاتت وبيخططه مع بعض علشان يوقعوا دونج في شر اعماله ويشيلوه كل الليلة ويكون بعيد عن الشركة خالص ويقاعدو في البيت حرفيا وبيقوم بطلنا كده وبكل السكة وبيعرف كل المستثمرين ان فيه فلوس كتير جات للشركة وانها يقدر يوقف على رجلها من اول وجديد وبيطلب منهم ان هما يسقوا فيه وما يدوش لدونج فورسا ويسمعوا كلامه وبترجع فعلا ان الشركة تاني لبطلنا ولما بتروح البطلة علشان تحتفل معها يعني بيبدأ يهنها قدام الصحافة كلهم وبطلب منها انها تبعد عنه وبتتصدم كده لانها ما بتكونش فاهمها هيعملت ايه وهو ليه بيعمل معا كده لحد دلوقت وبتنهار ولما بيرجع بطلنا لبيت بيسألوا مدير اعماله وهو ليه يعني ما سرحاش وصريت ان انت تجرحها رغم ان هما فازوا بالصفقة فبيعرف ان دونج لسه بيكرهه ومش هيسيبه في حاله وخايف انه هو ينتقم منه في بطلتنا فعلشان كده عايز اوصل لدونج انها عدوة زيه بالزبط وبقى عند البطلة بتجلختها شوية وتطلب انها تخرج معا بكرة انها عاوزة تقولها حاجة مهمة قبل ما تسافر فبتوافقه لما بتروح عند الانوان اللي هناك بتتفاجئ ان الشاه هو المستنية بتقوله استنه اخت جاية بله يا مش هتيجي وبتفهم خطة اختها وانها كنت بتحول تجمع ما بينهم قبل ما تسافر وانها ضحت بقى بسعادتها علشان يكونوا هما الاتنين مع بعض وفاجأ كده بتلاحز بطلتنا ان البطل موجود وان في حد بيصوره وبتطلع جاري عليه علشان تتخلص من الشخص ده وبتضربه وبتطلع منه يمسح كل الصور اللي صورها وبطلع بطلنا كده على صوت الدوشة فبتعرفوا ان الشخص ده كان بياخد له صور لكن الصدمة ان البطل بيقول للشخص ده ياخد له صور اكتر يا غالي وبيقولها تبعد عنه وعن حياته بقى انت لزق فيها جتاليه فبتلاحز بطلتنا انه ما كانش الواحد وانه كان في بنت معاه وبتخرج البنت دي وبتسأله عن البطل بيقولها معرفاش بتقولها انت عاوز اي من حبيبي فان البطل بتنصدم كده انه نساء بسهولة ولما بتحاول تسأله فعلا لو هما مرتبطين بيطردها وبيطلب من الرجل اللي صورهم ينشر الصور ويعلن ان ده حبيبته الجديدة وبيعلن في اللقاءات التلفزيونية ان ده حبيبته فعلا وبين في اي علاقة بينه وبين البنت المقنعة وانه اصلا ما يعرفاش والعمر حباء بس بيهرش كده في رقابته وبتفن بطلتنا انه بيجد بودال انه متعود يعمل الحركة دي اتوها كداب وبتتأكد البطلة ان لسه في مكان في قلبه ليها وبتكرره وبتروح تقابله بتفضل وراء الحد لما يرجع لها بس بيعملها ببرود خالص وبيفضل كده يهزقها بتقوله بس انها طفش حبيبتك وبتروح تقابله وبتعرف انها لعبة بيتسلى بيها وانا كده كده اللي في قلبه على فكرة وبتعرف انها مش مهتمية باللي بتقوله وكده كده بطلتنا اعلن علاقتهم خلاص فبتستغل بطلتنا وجود صحافة كتير وبتطلب من البطل يوعدها بس بيرفضوا بيعلن انها هيتجوز قريب والبطلة بتتصدم وده لانها بتتأكد انها خلاص بطل يحبها ولما بيشوف دونج الاخبار بتأكد ان بطلنا بقى بيكره البطلة خلاص ومشتيقها وبيكرر انه يدور على ضحية جديدة يقدر يستخدمها علشان يضمر حياة البطل ونروح للمساعد بتاعه اللي بتكلم معه بيعرفه ومش علشان ينقذ بطلتنا ويضحب حياته بيعرفه ان الجواز مش لعبة فبيعرفه ان ده الحل الوحيد ولما بيكون خارج من الشركة بتكونها تيجي عربية تقيلة وعلى وشك انها تخبطه وبتشوف البطلة اللي بيحصله بتروحه وبتحميه وبتتخبط هي ودهله وهو لما بيشوفها بطلنا بتصدم وقبل ما يغم عليها بتعرفه انها بتحبه وبعدها بتدخل البطلة للمستشفى وبتفضل في غيبوبة وبيفضل بطلنا جنبها ومهتم بيها وندمان لانه كان بعيد عنها وكل يوم بيروح عند بير الامنيات وبيتمنى انها تفوق لحد لما خلاص بيفقد الامل بس البطلة بتفوق وبيعرفوا ان هما الاتنين ما يقدروش يتخلوا عن بعض وبتكرر بطل ان هو يتجوزها كمان ويهيشوف تبات ونبات ويخلفه صبيان وبنات ويهيشوف قصة حب تحكي بها التاريخ ومن هنا بنتين مسلسل يا جميل كل اللي اقدر اقولهولك ما تنساش اللايك الحلوة والاشتراك وتفعل جرس الاشعارات علشان يشوف اسمك فول التعليقات وسلا